أهلاً بكم سنانك دي مهمة جداً لوشك على فكرة من الأحكايات الكتيرة الخطر اللي بتحصل في وش حضرتك إنك تفقد سنانك وتطنش تبطولي لا علي ما بفقدش سنانك وتطنش لا بكتير مننا في مصرنا الحبيبة بيفقد أسنان الخلفية ويطنش إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن وشك بيعجز زي ما نشايفين كده ما تستهونش بالحركة دي الحركة دي في منتغى الخطور سنان لها قيمة لأن هي اللي بتخلي العظم طول ما سنان موجودة العظم في حالة استسارة في حالة محافظة على حجمه أول ما سنان تقع تلاقي العظم بدأ ينكمش ينحسر ويبدأ الإنسان يطلع يطلع لقدام الماندبل بتاعه زي ما أنتوا شايفين كده والوش كله البرتكال دي منش اللي هو البعد الرأسي للوجه يختلف وده بيحصل نتيجة تفقت سنانك كلها تفقت جزء منها وتطمش وكتير مننا أو كتير بشوف ناس تقابلني تقول لي أنا محتاج فيلر أول كلمة أنا قول لي بقى أنا عايزة أحنفلر أروح فين أعمل إيه قولوا أنت بسنان بس سنانك أخبارها إيه تقول لي ما أنا هحنفلر وبعدين نروح بقى للدكتور السنان أقول لا لا بس نقول لي لي بس لا ما هي واقعة سناني أصلاها فيها مشاكل كتيرة واقعة ومش هارفي من وراء لا لازم الجزء الخلفي ده جزء الخلفي ده طالما واقع من وشمال سنان وشه كله هيحصله كلابس أو وشه كله هيحصله كلابس هيحصله باللغة المصرية يضطر بقى في وشه الـ vertical dimension يقل البعد الرأسي يقل فده كلام لازم تعرفوه كويس جدا نهاردة هنقرب ونفهم أكتر ونستوعب أكتر عالم الأثنان المسير نهاردة مع ضايف العزيز أسلوبه في العلم والشرح والتفصيل ببهرني جدا ولو طريقة خاصة كده بتوصيل المعلومة جميلة قوي تبدأ ممكن بشرح تفصيلي جدا لكن في النهاية بيلخصها وبيبسطها وبيحطها في عقول الناس البسطاء حتى فيرضي أصحاب الشغف العلمي ويرضي أيضا أصحاب مدرسة التلخيص والخلاصة ضايف العزيز الاسم المتمازل الغاية النهاردة في الدكتور دكتور محمد سامح الحديدي هيكون في الدكتور خلينا متفقين أن الإنسان يتقبل أي عيب في الإنسان اللي قدامه ويحبه ممكن يعني إيه؟ ما بيش حاجة يسمعه عيوب كل شيء يراه البعض عيباً يراه الآخرون جمالاً لكن كل الناس بلا استثناء لا تختلف على أنه لازم الأسنان تبع حلوة تجميل الأسنان ده يعني مش شيء تقليدي أو شيء أوبشنال وتجميل الأسنان مش علشان الناس تكون فاهمة بس تجميل الأسنان مش حاجة بيضة بحطها على أسنان وخلاصة مثلاً حالة زي كده شكلها مش لطيف شكلها مش حلوة بس هي مش مضطرة تعمل أسنانها بس علشان شكلها مش حلوة لأن في ناس كتير زي ما حضرتك قلت ممكن ما يفرقش معاها الشكل قوي إنما الأسنان مهمة جداً شكل قوي وكمان وظيفة لأن هي شكلها مش حلوة لأن هي مش في البيض المزبوط بتاعها ممكن يكون عندي مشكلة في البوء كورلو فول ماوس مثلاً فهنضطر نعمله زراعة وبالشكل ده هنقدي لي شكل حلو إساتيكس فهنعمل تجميل أسنان بزراعة الأسنان ده يعني حكاية الفينير والكراون سعب بتتكلم عليهم كأنها أخناقة لأ أنا هعمل الفينير لأ مش عايزة أعمل كراون لأ أنا الكراون حتى أصبح الناس الآن عامل أخناقة في إن إحنا نعمل ريداكشن كام في التحضير قد إيه يعني نعمل بريبلس بريباريشن ولا نعمل بريب في الحقيقة الموضوع ده مهم جداً على حسب حالة السن في تخصصات الحقيقة كبيرة جداً في تجميل الأسنان وهي التركيبات وزراعة الأسنان وجراحات اللاسة ممكن تأدي إلى نتيجة كويسة جداً في الأسنان اللي أنا نفسي أقوله بقى في الآخر أنه في كل فروع الطب ملاش الدعاية اللي بتخل بقيمة العمل الطب ملاش الدعاية اللي بتسخف من جهة الناس موسيقى الدكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان ماجستير زراعة الأسنان جامعة القاهرة باكالوريوس طب وجراحة الأسنان جامعة سيناء مؤسس مراكز رايدانت لزراعة وتجميل الأسنان موسيقى اسمحوا اللي راحب بضاية العزيز واحد منكم عالم الأسنان دكتور محمد سامح الحديدي أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور الحقيقة عايزة أبدأ الأول والموضوع النهاردة موضوع مهم وهيهم الناس كثير قوي إيه اللي يحصل؟ ناس مرضى السكر سنانهم بتقع واحدة قرية تانية ناس مع السن فيه ناس كده من غير له سكر ولا ضغط ولا حاجة خالص سنانهم ضعيفة فبتقع بالتدريج يطنشهم لأن خصوصا السنان الخلفية يطنش إيه اللي يحصل في الوش لما الواحد يطنش إن السنة تقوم يعوطهش في الحقيقة أبسط حاجة مشهورة جدا فقد مثلا الناب أو فقد الدروس الخلفية الناب بيحافظ على الكنتور أو الشكل الشفائي في العلوية من الكلابس أو من نهية كرمش بالعربة فبيظهر السن أكبر شوي في الدروس الخلفية بيبدأ بيبدأ loss of vertical dimension أو البعد الرأسي يقل فلما يقل بيقل شكل النص بتاع وشك من تحت فبرضو وشك يكرمش أو السنان تدخل في بعضها كده فعلشان نقرب الصورة للمشاهدين الوش بيكرمش من السنان تاني حاجة بقى على مستوى البقء من جوه أو على مستوى العظم في حال التعويض بيكون الموضوع أصعب شوي لأن أنا كلما أنتظر فترة طويلة علشان أعوض السن أو الدرس اللي فقد في الحقيقة الأسنان أو مستوى العظم بيبدأ ينحسر هو كمان مش بس أن الأسنان عاملة سبورت للعضلات وشكل المسلز لا كمان العظم نفسه مستوى بيقل أو بينزل المكان اللي تخلع دي يمكن حتة صغيرة في خلع درس واحد الفيديو ده إن هو العظم بيبدأ ينزل والأسنان تميل دي أبسط حاجة في حالة فقدان سن أو درس إنما على المستوى الكبير لو فقط أكتر من جزء المستوى العظم نفسه بيبدأ ينزل لتحت يعني حسر فيه بيصعب كتير إن إحنا نقدر نعمل زراعة أو تعويض بصورة سريعة وبصورة كبيرة برضو هنا التيم جي بيحصل لها مشاكل في المفصل بيحصل مشاكل كتير في حالة تأخر تعويض الأسنان خصوصاً وهنركز عليها اللي هي مستوى العظم وشكل العظم بيتغير كله خصوصاً في الماندبل بيبدأ مستوى العظم يقل في كل الماندبل طيب في كل العلمة دي اللور أرش أو الفك السوفل أعمل أفكر إيه هو الماندبل فك الفك السوفل هروح بقى لسؤال تاني مهم أو العين بيجي لك عايز يعمل زراعة؟ مر بالمراحل دي كلها فتقول له أنت العظم عندك محتاج أن احنا نزوده أنت معندكش عظم كثير الكلمة دي مرعبة بين وبينك حتى لو عنده سقاطة طبقية هو في الحقيقة موضوع مهم وموضوع العظم إنه يكون كفاية أو مش كفاية عشان نقرب للسادة المشاهدين العظم لازم علشان أحط الزرعة في قلب العظم لازم الزرعة دي تكون كفر بعظم أو ببون من كل جوانبها تكون غطصانة في قلب العظم بالعربي يعني دي صورة الزرعة بتكون محتوطة في قلب العظم كده من بره مثلاً ما يكونش متغطية ببون أو عندي أقل زرعة نحطها سي مثلاً 3.5 ملي فلازم تبقى كفرد بون من كل جوانبها يبقى لازم يكون عندي على الأقل 6 ملي عظم باكولينجوال أو البعد الأفقي لازم يكون عندي عظم كفرد في الزرعة تسقط في نصف بالعرض يعني بالعرض كده يكون في عظم كفاية عرضي عرضي كفاية عشان الزرعة تدخل في نصف كده ويكون متغطي بعظم يمين وشمال أنا لو عندي أقل من كده مش هقدر أحط أقل زرعة موجودة أرفع زرعة موجودة نعمل إيه؟ هنبدأ نضطر إن إحنا نعمل أو نزود كثافة العظم ده كمان ممكن يكون مشكلة مش في العرض بس مشكلة يكون في الطول عندي أناتوميكا الاستراكشر أو أماكن حيوية في الماندبول في الفك السفلي أو أماكن حيوية في الفك العلوي زي الأنف قدام والجيوب الأنفية وراء وتحت العصب بتاع الفك السفلي بيكون ماشي تحت الأسنان السفلية كلها فالطول ده كمان مهم يعني أنا لو عندي فترة طويلة أو سن كبير عنده انحصار في عظام الفك أو الفك بدأ ينزل مستوى العظم بتاعه فأنا مضطر يزود عظم علشان أقدر أحط زراعة أسنان بنحكم عليها على حسب الأشعة المقطعية اللي بنعملها بنشوف كثافة العظم قد إيه وبنقيس عرض العظم وطوله وهنقدر نحط الزراعات فين ده مهم جدا لما يكون حالات كبيرة ما عندهاش أي عظم يعني ما عندهاش يا إم عرض أو ما عندهاش طول فهنتطر نزود في حاجة مهمة كمان نقطة أخيرة اللي هي واحد خلع أسنانه وهيخلع سن دلوقتي وعند السكت أو مكان الجدر اللي تشال عندنا المكان ده ممكن يكون البكل أو الشفة الخارجية بتاعت العظم اتكسرت أو اتفتحت زيادة فهنحط الزراع في قلبها ممكن دي تدوب فهنضطر نزرع لها زراعة عظم أثناء الزراع وهنشوفها بالتفصيل إن شاء الله ده كلام مهم قوي يعني فيه احتمالات كتيرة فيه احتمالات كتير في الموضوع زراعة العظم يعني زراعة العظم إذن ما فيهاش حاجة مستحيلة زي ما تقوله هي مش مستحيلة إنما هو إجراء قد نضطر إن إحنا نعمله في بعض الحالات طيب إيه عنواء زراعة العظم؟ زراعة العظم ده في الحقيقة فيه أنواع ليه أصد حضرتك العظم نفسه؟ أنواع زراعة أنواع زراعة العظم طيب أنا دلوقتي عندي حاجة نسمع إنه هو فيه صناعي وفيه طبيعي وفيه طبيعي الزراعة العظم الصناعي أو العظم الطبيعي العظم الصناعي دايما بنتطر ناخده أول زينو جرافت ده عظم صناعي مصنع جاي من حاجات حيوية وبيعاد تصنيعه وتعقيمه وبنستخدمه فيه زراعة الأسنان خصوصا في الحالات الصغيرة يعني زرعة مكشوفة من برا بس فبنبدأ مكشوفة ميلي أو نص ميلي يعني دي ديش فيها نوعين من أنواع العظم النوع اللي على الشمال ده زينو اللي هو الأبيض خالص ده فده عظم صناعي واللي علمين واخدينه من نفس مكان الزراعة ده عظم أوتوجيناس جرافت يعني عظم من الإنسان نفسه اللي هيعمل زراعة أسنان بناخده من نفس المكان أو لو فيه حالات كبيرة جداً هتحتاج إعادة تأهيل لفك مثلاً ما عندوش عظم خالص ولا vertical ولا horizontal فبنضطر ناخد له بلوكات عظم منه هو نفسه برضو ودي فيه حالات كبيرة جداً دي أنواع طبعاً دي مهمة أول مرة نطعق نوريكم الصور الصعبة دي صور جميلة أو بس صور لازم نعرفها يعني صور لأنواع الزراعة العظم احنا بنقول إنه هو فيه حالات كبيرة قد تحتاج لزراعة عظم وإعادة تأهيل يعني أنا عندي الحالة اللي واخدين منه الكيميرا الكبيرة دي بيشنت عنده 21 سنة ومعندوش مجزلة خالص أو فك عوله خالص فده هيكمل حياته إزاي بدون زراعة أو بدون تركيبات حتى ده التاكل؟ ده التاكل؟ هو سندروميك بيشنت بيشنت عنده سندروم فقد يحتاج إلى زراعة فك بالكامل يعني مش بس زراعات أسنانها تتحط في فك هو معندوش مكان يتحط فيه زراعات أصلاً فهنتطر نعمله زراعة عظم الأول وبعد كده نبدأ نعمله زراعة الأسنان بعد ما العظم ده يلتأم في عظم ده بيبقى حالات معينة حالات كبيرة ده خلينا أقول إن زراعة العظم تتراوح أكيد بإنها تكون إجراء مش كبير أو إجراء أو حاجة طوية هو من أول السنة اللي هتتخلع وتعمل حاجة بسيطة وعندها سبيس بسيط ملي أو 2 ملي فهنزوده بزينو جرافت أو عظم صناعي حوالين الزراعة عشان نكافيارها أو نغطيها كلها ببون أو إجراء كبير واحد ما عندوش أسنان خالص أو ما عندوش عظم خالص قد نضطر إن إحنا نعمله فك جديد بعظم جديد يعني دي أبسط حاجة زينو جرافت واحد خالع سنتين أماميتين وعندي مكان فاضي حوالين الزراعة مكان السوكت أو مكان الجدر اللي تخلع فبنملى المكان ده كل لبون علشان بعد لما زرعة تمسك بعد ثلاث شهور يكون كوالة لبون بتاعها أكبر وأحسن فده إجراء سهل جدا في الحالة لزي كده أو حالة زي كده واحد عندو زراعتين بقالهم ثلاث شهور لما يجي راكب عليهم بتلاقي إن كسافة العظم مش كويسة ففي سريدز أو الشفة أو السطح الخارجي بتاع الزرعة دي مكشوف ملا أو اتنين فبنحط له زينو جرافت أو حاجة بسيطة جدا من بره وده إجراء بسيط ما يعديش عشر دقائي إنما قد يكون إجراء كبير في الحالات السندروم أو حالات السن الكبير اللي ما عندوش أي أسنان أسئلة بقى الجمهورية العادية يعني اللي هو بقى يسألك ولك التوقيت هاعد أعمل زراعة العظم دي في قد إيه هل تستخدم لي بينج ولا هتعمل هل لي بينج موضعي والله في الحالات الصغيرة اللي زي اللي عرضناها دلوقتي في وقت الخلع إجراء صغير هنغطي سطح الزرعة الخارجي ده إجراء ببنج الأسنان العادي ما فيهوش أي مشاكل خالص لو هو حاجة بسيطة زي ما عرضناها السورتين اللي عرضناهم قبل كده فدي حاجة بسيطة بتتعمل ببنج الأسنان وفي نفس وقت الخلع وبدون أي تعب خالص أو بدون حتى مضاعفات إنما لو حالات كبيرة فبنتطر نعمل لها زراعة عظم في وقت معين لوحدها وبعد مرور ست شهور كاملين يلتأم العظم ده مع عظم ويبقوا هما لتنين حاجة واحدة نبدأ نعمله زراعات أسنان ونركب عليها بعد مرور ثلاث شهور فلو حالة كبيرة أو واحد ما عندوش أي فك أو أسنان خالص فهو ما فيش يأس في الحالات دي برضو أصبح لها علاجات ويمكن حتى إحنا في 2019 في حالات زي كده عرضنا في الولايات المتحدة في الحالات الكبيرة للسندروميك دي واخدين فيها مراكز ترتيب عالمي فأصبح زراعات الأسنان أو زراعة العظم في الحالات الكبيرة لزي كده مقتش مش مستحيلة ويعني الحالة دي يمكن الصورة دي أنا مش بخوف فيها ناس أنا بقول لهم إن الدنيا مش مستحيلة في إن حد ما يعملش زراعات أسنان أو حتى السن الكبير اللي يأس لأ ممكن يعمل زراعات عظم الموضوع بس هيطول شوية ممكن يؤدي ستشهور كعلاج إنما هو فيه حل إن شاء الله يا بص بقى دايما الناس اللي رايح تزرع عظم عندهم تخوفات تخوفات من كلمة زراع عموما التخوفات جاي يقول لك إي لها تالعظم هترفض كسم يرفض العظم ده يسوس ده يلتهم لا هو هو العظم في أغلب الحالات أنا بحب يعني يمكن الدش اللي ورناها في الأول إحنا بنعمل ميكس بين أو العظم اللي واخدينه من المريض اللي هيعمل زراعات أسنان والعظم الزينو فبنعمل ميكس عشان نحصل على أحسن نتيجة عظم الداخلي بتاعي والعظم الخارجي والعظم الصناعي فإحنا بنعمل بي ميكس دلوقتي علشان نغطي به العظم علشان نوصل لأحسن نتيجة وأحسن كواليتي ما فيهوش أي مشاكل وما فيهوش منه رفض إن شاء الله لأن الأبحاث عليه كتير وبقالها زمن طويل وفيها نسب نجاح علي جدا ده بيخلي جهاز المناعة يتعامل مع العظم التقبل أكبر هو كده كده جهاز المناعة مش هرفضه لأنه هو مفيش حاجة بتتحط في جسم الإنسان مش ملأمة لجسم الإنسان يعني هو مفيش قبشة إن إحنا نحط حاجة ويرجع نقول إن المادة دي هي سبب إن الجسم رفضها لأنه ده مستحيل تدخل في الماركت أصلا إلا إذا كان عليها الأبحاث إن هي تبقى ملأمة لجسم الإنسان إنما هي إحنا بنحصل على أحسن كواليتي في العظم بعد زراعة العظم إن إحنا نعمله ميكس لكن فيه مضاعفات ممكن تحصل في الحالات الكبيرة ممكن يحصل مضاعفات إن هو يحصل شوية تورم بعد زراعة العظم ممكن يوصل لأسبوع أو حاجة إنما بمارس حياته بعدها بأسبوع بصورة طبيعية في الحالات الكبيرة في الحالات الصغيرة أو هنغطي سطح زرعة ملي أو 2 ملي ما فيهوش أي مضاعفات زي زراعة الأسان بالضبط في بدائل عن زراعة العظم أستخدمها غير العظم؟ في الحقيقة أنا شخصيا بحب الحل السهل يعني أنا لو عندي ريج 3 ملي أو 4 ملي أصبح فيه زرعات دلوقتي خصوصا أنا باستخدم زرعة شوية معروفة لها ديزاين معين بحب أستخدمها في حالات الفلق أرشاط أو الحالات اللي فقدت العظم بتاعها كعرض مش كطول يعني كعرض ممكن الديزاين بتاع الزرعة يسمح نحن نحط زرعات في ريج رفيع جدا والزرعات دي بتدوم لوقت طويل فأنا دايما بحب أوصل للحال السهل إذا كان ينفع أحط زرعة رفيع مثلا أو حاجة اسمها سينجي بيس في ريج رفيع أو عرض عظم رفيع فبنحطها ونسهل على المريض وقت زرعة العظم والتورم أو المضاعفات اللي ممكن تحصل مع زرعة العظم حالة زي كده يمكن في ريج رفيع جدا يعني عرض العظم أنا يمكن جاي بالصورة دي علشان أوري إن عرض العظم ده لما نقيسه على الإكسريم مش هلاقيه تلاتة ميلي فبنحط له زرعات بنحط عدد زرعات أكبر شوية بدزاين معين يسمح إن احنا نحط الزرعة بدون زرعة عظم وهتعيش وقت طويل يمكن الحالة دي لها صورة تانية تحط فيها تمن زرعات بدل ما نحط ستة هنحط تمانية وهيعيش وكل الزرعة متغطية بعظم فأنا دايماً بحب السيمبليستي في الحل بتاع زراعة العظم إذا كان الرج يسمح إن أنا أحط فبختار الحل الأسهل وأختار زرعات أرفع حاجة ممكن ممكن نروح لحاجة تانية بدل زراعة العظم إن احنا نعمل مثلاً في الفك السوفلي أربع زرعات أولينفور مثلاً نحنا نعمل أربع زرعات بين المنتانيرف أو بين العصب في منطقة الدقن دي نحط أربع زرعات ميلين ونعمل عليهم تركيبة ثابتة بعد مرور ثلاث شهور الأربع زرعات هيبعد بعيد عن العصب لو كان فيه مساحة كبيرة أو مساحة قليلة إن احنا نحط زرعات في المنطقة الخلفية فما ممكن نحطها في منطقة الدقن ونحمل عليها بريتج التايتينير أو حتى ممكن نعمل حاجة دلوقتي في الفك العلوي كمان لو ما فيش حاجة اسمها زيجوماتيك إمبلانت أو نحط اتنين إمبلانت في الزيجومة إمبلانتات بتكون طويلة جداً في العظم في عظم الزيجومة أو العظم اللي تحت العين ده علشان المشاهد يقدر يعرف دي عظمة الزيجومة أو اللي تحت العين ممكن توصل الزرعات من الانتراورال توصل للزيجومة ونحمل عليها برضو تركيبة ثابتة فدايماً في الحالات الكبيرة بالذات أو السن الكبير بنختار أنسب حل ونحاول نبعد على قد ما نقدر عن زراعة العظم إلا إذا كانت الحالة ما فيهاش إلا زراعة عظم بنشتغل لها إن شاء الله دايماً الناس بتسأل على ديورابيلتي الاستمراري هل هذه البدائل آمنة من ناحية الأمان ومن ناحية الوقت هتبضل معي؟ هي في منطقة الوقت نحنا تأكد إن إحنا لو اخترنا حل طبي أو إجراء نحنا هنختار أسهل حاجة وأحسن حاجة للبيشنط ده لأن أنا ممكن بيشنط أختار له إن أنا أعمل له زراعة عظم وما أختار له زيجومة لأن مثلاً زيجومة على بعد طويل ممكن أختار له أوليم فور أو أعمله أربع زرعات في الفاك السوفلي وما أختار له إن أنا أعمل له زراعة عظم علشان المنطقة بتاعة الدقن العظم فيها قوي كويس ممكن واحد تاني ما أختار له إن أنا أحط له أوليم فور وإطار أعمله زراعة عظم علشان منطقة الدقن العظم بتاعها قليل فإحنا بنختار الحل الأمثل لكل حالة والديرابيلة بتاعتها إذا كانت الزرعة أو الثلاثة أو الثلاثة أو أي عدد الزرعات هنحطه فهو بيلتائم أو بيحصل له أستر انتجريشن ويفضل في العظم مدى الحياة إذا اخترنا له التركيبة اللي بعد كده اللي هتبقى مناسبة لي علشان يمكن إحنا ذكرنا أن الأوفرلود في التحميل على الزرعات ممكن تأدي إلى فشل الزرعات سؤالي برضو للمشهور أوي ساعات أولو محط أجي أعمل أشياء وأبدأ بربريشن عشان أحط الخطة العلاجية أكتشف أن الجيب الأنفي لا يسمح بالزرعة دلوقتي الجيب الأنفي قليل حتى زي ما احنا بنعمل أولينفور تحت ممكن نعمل تلتد إمبلانت أو زرعات ميلة من قدام الجيب الأنفي علشان نتجنب أن احنا نعمل رفع جيب الأنفي وممكن في حالات ممكن نعمل لها رفع جيب الأنفي باستخدام البالون أو البالونينج تقنية جديدة يمكن موجودة هنا في الفيديو نحنا نعمل رفع للجيب الأنفي بالزرعة نفسها أو حاجة اسمها internal sinus lifting نحنا فيه مكان الاستيوتومي ده صورة بتوضح أن الجيب الأنفي نزل على مستوى الرج أو العضم فبنعمل drilling أو نعمل تحضير لمكان الزرعة وبعد كده بنرفع الجيب الأنفي بحاجة اسمها internal sinus lifting ونبدأ نعمله زراعة أسنان عادي إنما ممكن نعمل تلتد إمبلانت زي فكرة ميلة ميلة زي برضو الميل اللي بيتفادى العصب اللي بيتفادى العصب بتاعه بنعملها فوق بس بتبقى عكس حاجة اسمها تلتد إمبلانت دي بتبقى بتصميمها مرة كده بنشوفها بتصور تصميمها رائع جدا بتبقى في جزء منها ميلة وفي جزء تاني مستقيمة آه دي حاجة الزرعة نفسها بتبقى ميلة إنما الأباطمنت أو الدعامة اللي بتركب عليها بتبقى طلع حاجة اسمها multi unit abatمنت أو حاجة abatمنت أو دعامة آه ليها direction 360 أو direction مختلف قد يعدل أنجل لحد 35 ويزيد عن 35 كمان فالأنجل دي بتتعدل بالmult unit abatمنت أو الدعامة اللي بيركب عليها في أي اتجاه خلينا نسمع أبو العريف وإحنا بنتكلم في الزراعة طبعا الفاتية في الزراعة كبير وكانت تخوفات زمان قديمة كبيرة أو إنواحد يقول لك أنا رايح عامل زرعة في السنيني أو رايح أعمل زراعة فك بالكامل طبعا كانت صحابه اللي هو إيه يعني مش هنشوفك طول ترات أربعة خمس ست سبعة شهور الجايين يعني فرح بنت خالتك والله فرح بنت أختك الشهر الجاي مش تحضره طبعا ما نبعت لكش بقى دعاوي ولا نعمل حسابك في الأكل البيت كله بينقلي بالأكل كله بقى هنجيب لأبوك وبقى ده هيعمل زراعة فك ده إحنا هنجيب له أكل إيه صفت بقى وحاجات بطاطس مهروسة أو روز بلبن وبتاع لأنه مش هيقدر يأكل حاجة جامدة فالكلام ده مهم جدا تعال نشوف مع بعض أبو العريف ممكن يبقى الدعوة يقوليني يا بشة عم السيد عاوز يزرع السنين الدكتور قال له هتزرع عظم الأول وانت قلت إيه عم السيد قال هقول إيه بعد كلام الدكتور قلت له أيوة أنهي دكتور زراعة العظم دي عم السيد اختصاص دكتور التجميل مش دكتور زراعة الأسنان وبعدين تتعمل لما يكون لقدر الله عندك حدثة في بقك زي اللي بيركب مفصل ولا روباط صليبي إنما تزرع عظم عشان تزرع عليه سنين يعني عبده طباخ عنده طباخ هتخش في ضيلمة كبيرة عم السيد الكلام ده ينفع للشباب ما ينفعش للرجال اللي فوق الستين من الآخر روح للدكتور وقوله ديني طاقم سنين متحرك زي بتاع زمان وسلام عليكم وعليكم السلام بيعجبني بقى ساعات الفاتية تبقى فاتية مركبة من التخاليف يعني هو عندها قل كمية تخاليف وربعة دايماً بحب الفكرة بتاع تبقى العريف دي لانا بسمع في كلام جديد بس بتسمعت ده في العياد هو الناس أصبح عندها وعي شوية خصوصاً لو راح يعمل زراعة أسنان بيبدأ يبحث كتير الفترة الأخيرة إنه يعرف هو هيعمل إيه بالضبط إنما أبو العريف قال معلومات جديدة بالنسبة لي لا هي فيه بقى أكتر من فاتية مخيفة في الكلام بتوع أولاً فاتية الفاتية في تخصص إنه هو بيوجهك لتخصص معين تخصص تاني غير تخصص غير الأسنان هو في الحقيقة إنه ما يعني ما فيش أي حد بيعمل زراعة أسنان في الفك زراعة عظم في الفك إلا يا إما مجزيل وفيشيال سيرجري يا إما إمبلانتولوجيست لأنه بتاع الزراعة لإنه بتاع مجزيل وفيشيال الفاتية التانية بقى المخيفة جداً إنه هو إيه ألزم الناس اللي فوق الستين بأنهم يعملوا قطأ لا هو يعني يمكن زراعة العظم بتكون أكتر في السن الكبير لأنه هو بيكون إذا كان سكر أو ضغط أو أي مشاكل صحية بتبدأ العظم ينحسر فيه السن الكبير أكتر من السن الصغير يمكن السن الصغير ممكن ما يحصلوش مشاكل إلا لو عمل حادث أو مثلاً خلع فحصل مشكلة حوالين الخلع أو أي إنفكشن أدى ليه تآكل عظم إنما هو أكتر في السن الكبير زراعة العظم أنت نورته أبدعته كالعادة يعني بتفتح دايماً مجالات للحوار مختلفة دايماً بتنظر إلى المختلف وتتحدث فيه أنت عندك إدراك كامل للناس ذاكرة لغاية فين فبتكمل كويس جداً في الحاتة اللي أنت متأقن أن الناس محتاجة تفهمها بقى أكتر ما فيش حوار أتقال في الكلام الأكتر ما بنقولش دايماً في حلقاتك كلام متكرر نمطي لكن دايماً بيكون فيه كل جديد فأنت بتنورني دايماً في الدكتور نورته دكتور واحد من نجوم عالم الأسنان دكتور محمد سامح الحديدي أخصاء زراعة وتجميل الأسنان وصاحب مجلسير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة والمؤسس لمراكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان أبدع في واحدة من أرقع حلقاتنا على الإطلاق في عالم الأسنان وأكثرها علماً وتفصيلاً دايماً تابعونا في الدكتور أهلاً بكم الإنسان بحس في الزمن بتاعنا ده أنه هو ماشي كده في الحياة محاط عارفين الزومبي بزومبي كتير قوي من كل الأنواع وفي كل يعني زي ما يقوله الأصناف في الحياة لكن الزومبي اللي قصد يعليهم هم أكياس أكياس مغلفة ومعلبات من كل أنواع الأطعمة ادخل أي سوبر ماركت في العالم المشكلة دي عالمية هتلاقي السوبر مبهر شكله مبهر يبدو مبهر لكن اللي انت شايفه ده كوارث حاجات مو شوف البنت بنوتة تختوخة سمنة والأم تختوخة وعمال البنت تملة في العربية حاجات الأم طبعاً نظرتها يعني البنتها نظرة يعني غريبة يعني مزيد من الإحساس بالزنب وفي نفس الوقت الخوف على المستقبل والبنت طبعاً لاحق يعني هي بتبصلها كأنها بتقولها أنت اللي علمتيني ده هي بجد ده التعبير الناس دي بتعمل فيديوهات حلوة جداً بس هم اللي حطوا هم اللي لعبوا اللعبة وحطوا قواعدها المصانع الكتير جداً للبطاطس اللي هي الرقائق البطاطس المغلفة مصانع المهولة مصانع المهولة للشوكولاتات بأنواحها أنواع لا حصرة لها من المشي عارف إيه الحلويات بالبسكوت جوه والشوكولاتة بره والبسكوت بره والبسكوت بره وعملة زي كده وعملة زي كده كل ده سمنة مفرطة خطيرة جداً جداً وسكر وضغط وتصلب شرقين ومشاكل في شرقين قلب في الشباب احنا كل يوم السوشيال ميديا خلتنا كلنا قاعدين في غرفة واحدة وساعات الغرفة بتقلب بصوان عزة واحد وده يعني خلينا نشوف نعرف بقى الأخبار أول بقى كل شوية شاب الفلاني ده وهو عنده حاجة وثلاثين سنة تواف شاب الفلاني ده عنده مش عارف ربعين سنة توافة فلان عنده ثلاثين سنة توافة ايه جماعة في ايه؟ ايه؟ هي المسألة أعمار بيد الله وكل أجل انكتاب استغفر الله العظيم يا رب محدش هيقول غير كده لكن محدش هيقول ان اللي جات له سمنة مفرطة انه ده متقتلش ده تقتل أنا في رأيه علميا طبايا كل الأطباء هيوفقوني في الكلام ده اتقتل ازاي؟ مين اللي قاتلوا؟ اللي قاتلوا التصرفات الخطأ اللي قاتلوا الأكل المعلم اللي قاتلوا الفاصط فود اللي قاتلوا أهلوا اللي علموا يأكل غلط اللي قاتلوا اللي قالوا تعالى بقى هعلمك شوية ديك شوية أنظمة كده وبرطمان في شوية أعشاب وهم دول لا يخصصوك كل دول شاركوا في الجريمة النهاردة الخاء مهم جدا مع ضايف العزيزة القمة العلمية الكبيرة اللي استاذ الدكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة والمناظر بكلية طب جامعة عن شمس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوية الدنيل وزميل كلية الجراحين الملكية بينجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية وحصل على تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة أهلا بيت أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا المريض الذي يعاني من سمنة مفرطة قد يكون ضحية لكثير من النصبين وكثير من المجرمين في حقه في حقه من ضمن المجرمين في حقه ممكن يكونوا أهله علموه أنه هو يأكل بالطريقة طبعا يعني هو طبعا في البداية أنا طبعا يعني لا يخفى لأحد طبعا المساببات السمنة المفرطة في العالم المميكن العالم اللي هو المليء بالمشاكل اللي يمكن حق ذكرت النظامها لكن هو في النهاية أنه منذ يعني أزل الأزلين وكان فيه مرض مشهور جدا اسمه سندروم X اللي هو ما حدش عارفه ده اللي هو كان مسمينه X اللي هي مجموعة من الضغط والسكر والكوليسترول متلازمة X المتابولك سندروم كان اسمه سندروم X ضغط وسكر وهيبر كوليستروليميا ووبستي وليه بقى كان بيجوا مع بعض ومحنش عارف إيه السبب يعني طبعا ده المتابولك سندروم ده مجموعة من الأمراض لما تصاب بيها انت عرض الإصابة بأمراض القلب اللي هي ربما تكون سبب بقى للوفيات فيما بعد بأكتر من تسع أضعاف الإنسان الطبيعي كلما زارت فتم كتشبه حريسة من الناس كلها عارفها بقى دلوقتي إن السمنة لما بتزيد وخصوصا سمنة البطن البسر الفاتس كلما زارت كلما زارت الدهون كلما زارت فرصة تعرضك بقى للمشاكل اللي هي بتاعة السكر والدغط والجوليسترول كلما زارت برضو فرصة تعرضك لمشاكل القلب ودي يمكن الميتابوليكس سندروم واحنا في جراحات السمنة مش بس جراحات السمنة هي جراحات السمنة والسكر او جراحات السمنة والأيد او الميتابوليكس هيرجري اللي هي مش بس احنا بنتعامل مع انقاس وزن لا ده احنا كمان بنتعامل مع علاج للأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى انا ما كانش الوزن في اللي هو الوزن الواحد السمنة مثلا واحد ووزنه 160 كيلو ده مريض سمنة مفرطة وعنده سكر وضغط فده مريض سمنة وسكر وضغط انت من الناس المعروفين انتعام مع علاج سمنة طب انا دلوقتي عندي سكر بس وعندي شوية وزن بس مش دول بتوع السمنة المفرطة انا وزن مسي 90 كيلو زيد 20 كيلو عن الوزن الطبيعي وعنده سكر بتاعتعمل بقى الميتابوليكس سيرجري في الحالات اللي دي يبقى هو ده هدف اساسي لجراحات الايد او جراحات السكر او الجراحات اللي هي تعلق بالامراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى لو ما كانش عندك وزن زايد ازيد من الطبيعي ويمكن الافسو او الفيدروليد هو لجراحات السمنة والسكر من ايام مدريد كان من اربع سنين او ممكن ثلاث سنين كانوا طبعا طلعوا استيتمينت انه الناس اللي هي وزنها الكتلة بتاعتها اكتر من 32 والسكر غير منتظم انت متجتاز انت انتظر الوزن الاعلى من كده مش وزن 32 يعني قصدي الكتلة الكتلة يعني الوزن غير متناسب بالزبط اه بالزبط فده ربما يكون عندنا 15-20 كيلو في الوزن الطبيعي سكرك مش والزبط انت من الناس اللي تعمل عمليها ده علم يعني طب انا طبعا مش ده انا اقصد ان جراحات اللاجية زي عملية تكميم المعدة او تحويل المصارف الناس المصاببة بالسكر بس مش لازم يكون عنده سمنة مفرطة ده وضع قائم ده اجراحها يعني بتتعمل لان انت بتوصل لارقام مخيفة للسكر التراكمي وتبقاش عارف تعمل لها ايه السكر والله انا بلاقي سكر التراكمي بتاعه 14 14 و13 انت عارف من 10 سنين من 10 سنين بالزبط كنت تشوف سكر 12 او 11 ده مرة كل سنة مرة كل سنة تشوف واحد او اتنين مرة كل سنة رؤية بتشوفهم عادي ايوة لا كتير جدا واحنا احنا بقى نشوفهم اكتر كمان عشان نسلمنا المفرطة احنا بنلاقي الارقام دي في المتوسط العادي يعني طبيعي وممكن عاملين حاجة اسمها دياري مسكور عاملين سكورنج سيستم يعني بنشوف قد ايه من الناس يعني كان عندها سكر في درجات مختلفة بيستفيد بنسبة قد ايه لان طبعا كلما كان تقدمك او طالبك للعلاج بادري كلما كنت اكتر يعني واحد بقول انا هستفيد قد ايه من العملية دي انت فيه سكورنج سيستم بالنسبة للسكر بتاعك انت تاخد انسولين قد ايه سنك قد ايه بقى لك قد ايه عندك سكر كلما كان البرامتور ستبعتك دي احسن ما انت ممكن توقف علاج من ثاني يوم تأخرت ووصلت بقى للدرجات متقدمة من السكر هتوقف المضاعفات هتنزل الوزن الزيت هتوقف السكر عند حده لكن ربما توقفش علاج ربما تستمر مثلا على اقراص ربما تستمر على جرعة يعني قليلة من الانسولين لكن سكورك بقى لعشرين سنة تقضي جرعة عالية من الانسولين فاصدي انه يعني نطلب طالب الالاج في بادري هو يعني بتحمي نفسك من المشاكل ومتبقاش مضطر تعملها بصورة اضطرارية فيما بعد في بعض السيناريوهات بتحصل بعد تكميم المعدة مثلا انا هقول لحضرتك السيناريو وانت تقول لي كيف تتعامل معا مثل هذا السيناريوهات اول السيناريوهات واكثرها شوى هو رجوع الوزن بعد تكميم المعدة طبعا دي مشهورة جدا في بعض الحالات اللي هي عملياتها طبعا معمولة بصورة غير احترافية وده غالبا ما بيخصش اصلا يعني ربما ده يكون ما بيخصش اكتر قبة المعدة متسابة الانترم متساب المعدة اصلي فقده ما بيخصش وبعارف ان ده وبتدخل احنا كجرحين بندخل العملية عشان نصلح المعدة اللي هي ما نزلش في الوزن بتلاقي قبة المعدة اصلا الشرايين بتاعتها والاوريدة فاعتها يعني هي الطبعية ما تقصتش اصلا فده معناها ان هي كان فيه سوء الى ربما يكون السبب في المريض نفسه العملية مضبوطة وعملت اشعة مختلفة سريست الابعاد بعد العملية كان حجم المعدة مئة سنتي جيت بعد خمس سنين لقيت المعدة خمسمائة سنتي وفيوزي فورم ويعني هي يعني وسعت من كتر سوء الاستخدام وكتر الاكل العنيف فيها ربما توسع المعدة البعيد والحقيقة احنا جربنا ان احنا نركب حزام على المعدة حلقة يعني على المعدة كده باند او منيمايزر يعني حاجة بتمنع تمد المعدة معرفش يعني انا انا شخصيا عندي انا قللت من استخدامها شوية لان حسيت ان هي ما فياش روحها في اكل الحاجات الصلبة يعني حتى يقال على تجميل المعدة المعدة يعني الناس بتديها لفظ كده حلو لكن هي الفكرة في انه تركيب حلقة على اعلى المعدة ما بريحش الواحد هو بياكل حاجات صلبة اللي تاكل لحوم خضار رز مكارونا انت محتاج يعني تبقى واحد بتندق كويس جدا وبتاكل ببطء جدا لو هتتدايق من القصة دي انا بنصح الناس متركبش الحلقة يعني ام وتحافظ احسن بدون تركيب لان هي فعلا بتمنع تمدد المعدة من فوق لكن احنا الحقيقة هي يعني معظم الناس اللي ركبت الحلقة هي متدايقة من اكل الحاجات الصلبة عايز يعني سمول بايتس وتاكل ببطء جامد هتحجمك قوي وفعلا هتخليك يعني متحفز طول الوقت وانت بتاكل فحافظ يعني من كمية الاكل بحيث المعدة ما توسعش النمرة التانية استهلاك السكريات الشديد ما هو ده سبب لرجوع الوزن وبتلاقي المعدة حجمها مش مازاتش ولا حاجة وتلاقي الواحد عمال يستهلك طول اليوم شكولاتات وايس كريم معجنات مع العمل التكمين كنت تعمل بقى تحول المصاري متعملش عمل التكمين النقطة الخطيرة اللي الناس بتقع فيها دلوقتي وبتزود الوزن برغم ان حجم المعدة قليل الناس اللي هي بتاكل واجبات كتيرة في اليوم رغم ان الواجبات صغيرة وبيقولك انا بجوع انت ممكن ترجع لدكتورة التغذية بتاعك في التيم اللي هو متابعك هو بيعلمك ازاي تاكل اكل اللي هو يعود في المعدة فترة كبيرة سيء البروتينز والحاجات اللي هي الخضار والحاجات اللي هيلسة كله بيقعد في المعدة فترة كبيرة احيانا بيبقى فيه برضو بعض الحموضة او الارتجاع بيسبب الجوع والاحساس الارتجاع ارصة المعدة دي بتفسر عندنا كلنا انه محتاج يأكل وبالتالي لو عالقت الارتجاع ورجعت للتيم المتابعة بتاعك يعالج الارتجاع وبالتالي برضو هتلاقي نفسك ما بتجوعش ولا حاجة واتلاقي امورك ماشي كويس جدا لازم اوضح نقطة برضو ان الجوع لا ينتهي تماما في عملية التكميم الجوع بيقل في عملية التكميم بنسبة مثلا 70-80% النسبة اللي تشال المعدة بتتشال فيها بتقلل ده وبالتالي الجزء المتفضل من المعدة هو ده الجزء اللي بيفرس ورؤون الجوع وبالتالي انت بتجوع بنسبة تقريبا 20-30% من الوضع فأحسسك بالجوع المسيط من الوضع القديم هو الناس بالنسبة لها ده تحول مذهل ده كان بالجوع ده هو دائما كان فيه ناس تعبيراتها كانت بتقول لي انا دايما حاسس ان انا جعان ايو صحيح انا بمحسش بالشبه اه طب اه على طول حاسس بالجوع المستمر وبالتالي انا باكل يعني كلما تحتلي الفرص اللي بيمنعني من الاكل حاكتين اما النوم او ان انا مش لايه اكل دلوقتي انا طلبت اكل ويسا بجاش هم معذورين لان الجسم عنده منع تنسلين علي جدا وبالتالي بيتخلي الجسم في حالة جوعه مستمر فالتكميم الحقيقة هي محتاج حد يحافظ عليها اكتر يغير live style بتاعته وما تزعلش يعني لو حصل زيادة في الوزن فيما بعد التكميم بعد شوية سنوات في عملية اعادة بتقص المعدة لو زايرت في الحجم تبصها عملية بسيطة لو انت يعني حجم الوعدة قليل وانت بقى اكل سكرات وانت مش قادر تحافظ من القصر يمكن تتحول لتحول المسار واصلة بتتعامل على المعدة بتعدل يعني حجم المعدة وتعمل تحول المسار عملية برضو بسيطة جدا في عملية طبعا بتتعمل بعد مش بسبب فشل التكميم بتتعمل بسبب مضاعفات بتحصل بسبب برضو حاجة في العملية زي التواقف المعدة فتق في الحجاب الحاجز حصل حبونة بستمر بعد عملية التكميم دي عملية بتعمل عملية اصلاح بقى مش بسبب زيادة الوزن اللي هي لا ده انت عشان حصل مضعفات فيها او فيها مضعفات دي برضو بتتصلح بعملية جرحية تانية ممكن تعمل تحول مصار معده كلاسيكي ممكن تصلح الفاتق بس وتسيبه لو عندهش ديء من تحت لو عنده ديء من تحت ممكن تعمل بقى تحول مصار معده كلاسيكي هي لها طريقة يعني ولها وضع يعني طبي غير قابل للنقاش او يعني انت عندك فاتف الحجابي الحاجز كبير وعندك ديء في المعدة من تحت او عندك التابات في المريء انت حل واحد ما بعد التكميم هو تحول مصار معده الكلاسيكي لا يمكن منقش تحل تاني تحول مصار معده المصار مش هينفع الا في الناس اللي هي ما عندهش فاتف الحجابي الحاجز او ما عندهش ديء من تحت او ما عندهش حمودة جامدة من فوق والتالي ممكن تعمل تحول مصار معده المصار معلش الكلام ده يمكن صعب شوية على بعض الناس بس الناس اللي هي عملت العمليات يفهم الوضع ده وهتفسروا كويس ويمكن يكون نافع بالنسبة لها لكن معظم الناس اللي هتعمل عمليات الكلام بسيط يعني انت تتعمل عمليات تكميم عدية خالص عمليات في تلت ساعة يعني بتقعد ليلة في المستشفى ما فيهاش مشكلة لكن هو عمليات الإعادة لها فنياتها وانا عايز اوصل الكلام ده للمرضى اللي هم عملوا العمليات قبل كده وربما يكون عندهم مشكلة في الوزنة ومشكلة في او في مضاعفات في حالة كمان قليل اللي هم نتكلم عنها التواء المعدة الناس كثير على فكرة الكلمة دي بالنسبة له اول مرة يسمعها حتى اللي بيتفرجوا علينا باستمرار هيقوله اول مرة ده ايه ايه اللي التواء بتاع المعدة المعدة بتلف او ده موضوع شايق جدا والحقيقة هو يمكن ليك جراحيا يعني والمرضى مؤلم جدا معلش يعني طبعا هو الالتواء ده ليه اسباب انه احيانا قد يكون سببه جراحي سببه جراحي بحث يعني ان المعدة مقصوصة طبيعة المعدة واحنا بنقصها المفروض بتاخد جدار المعدة من فوق اللي هو الانتيري سيرفس بتاع المعدة زيه بالزبط زي الانتيري سيرفس الاتنين يكونوا قد بعض انت بقى لو قصيت من فوق اكتر او قصيت من تحت اكتر والاتنين يعني اتلاقي المعدة بتالي تلف تلوي نفسها كده الحكاية دي عشان تفهموها كويس قوي زي البنطلون البنطلون له اتنين سيرفس ومتخيط من الجنبين صحيح فيه ساعات يعملوا بطلون غلط ده يلف البطلون مشكلاته دي بقى دي انه صعب تشخيصه يعني بقى عنده صعوبة في الاكل بيأكل وبيعنده مغصة بتحصل طول الوقت يقوم يروح لحد بتاع منظير مش بتخصص في السمنة او مش عندوش دراية زينا يعني بجراحة السمنة فيقوم يدخل بالمنزار ويلاء المعدة يعني يعني مقفولة شوية يقوم يلف بالمنزار ويعدي هو بالنسباله طالما عد بالمنزار خلاص كده يعني الدنيا كويسة هو الالتواء حاجة وظيفية يعني انت مش حاجة اورجانيك يعني هو مفيش ديء فعلي في المعدة هي المعدة ملوية يعني انت لو لويت المنزار زيها يعدي فيها فيقولك انت كويسة تعال بقى اعمل اشعة اعمل جاستروجرافين او اعمل بيتلاقي لو حد برضو مش في الموضوع ده برضوش يلقطها يعني اتاعد السابغة معدية انت السابغة معدية ما خلاص انت كويس السابغة بتعدي مع عصرة مع يعني اتلاقي تعبان وتلاقي السابغة وصلت وبعدين عشان المعدة تنقبط جامد تعدي في يوم قرصة وبعدي فبقوله انت بتاكل وبقوله اه باكل بس برجع وبتعبان بس بعد فترة بيحصل لمغصة وبتعدي الاكل يعني ويعمل منزار هتلاقي كويس يعمل دايستادي ما تلاقيش كويس مش هاقفش ها لا الجراح المحترف يقفش الله وفي اشعة على فكرة يمكن اتعملت المبسانوات اللي فاتت بقالها فترات كبيرة وجايدة جدا فيه انها تشخص اللي هي الستيفولومتري او اشعة مقطعية سوريسية الامعاد بترسم شكل المعدة الملوي بيبقى واضح جدا احيانا ما بقاش السبب جراحة خالص يعني وخصوصا ده في السن الصغير مش تخوفا للناس يعني احنا دلوقتي عملنا الموضوع ده بقالنا يمكن اكتر من 6 سنين بنعمل حاجة اسمها اومنت الفكسيش عشان تتفادى ده بتقوم تسبت طبقة الدهون او القص المعدة قصة مزبوطة وهو تاخد طبقة الدهون تخيطها على السوتشور لاين كله على المعدة كلها تقوم تفرد المعدة كده مزبوطة استحالة انها تتلوى ليه؟ لان احنا فيه تنشن على كل السوتشور لاين فرد المعدة مزبوطة فيه شد على كل السوتشور لاين خط الدبابيس فالشدة دي تخليه سابت ماينفعش يتلوي مايلويش يعني فيه طريقة انا احكي الحاجة عليها يمكن ده السوتشور لاين ده الخط بتاع الدبابيس اللي على اليمين والشمال على اليمين ده اللي بين قوي مش هو ده اللي هو على الشمال او على يمين الشاشة او على يمين الشاشة اللي هو احنا بصين من ناحية اليمين هو ده السوتشور لاين ده لما بتثبت عليه طبقة الدوم بتشدها بتفريدها طول الوقت وتحتفظ بقى بالسي كيرف بتاعها ده يبقى مصبوط بيحصل التوقع مشهور جدا في الأطفال اللي هم ما بين سنة عشر إلى عشرين سنة بتلاقي فعلا المعدة طرية لدرجة أن انت لما بتدبس بتلاقيها هي فعلا ببتدأ تكرمش على نفسها انت ما انت سايف فيها دي ولا سايف فيها حاجة ومقصوصة المعدة زي فل كويس بتلاقي طفل المعدة بتاعته يعني الجدار المعدة مش سميك يعني بتلاقيه يبتدأ يكرمش على بعض كريمش المعدة دي بعد شوية بحصلت فيها شوية لسقات ويوم الكبد لازع عليها من فوق خلاص ما كريمشها عامل بقى لشوية الالتواء دول طيب احنا بقى في الناس دول الحل الوقائي للالتواء هو تقنيا ان انت تقص المعدة قصة مظبوطة النمر التانية تسبب طبقة الدون على المعدة من فوق لتحت بحيث ان تشدها بحيث ان هي ما تلويش على بعضها طيب انا دلوقتي حصل الالتواء حصل الالتواء احنا انا يعني قدمت يمكن في الاسابت علميا حتى الان الالتواء حلوا تحويل مصار معدة كلاسيكي بايريسيرش يعني كل العالم بيعمل كده واحنا بنعمل كده وانا يعني بنا نقلب الماء العملية من تكميم الى تحويل معدة كلاسيكي تسيب بقى الالتواء افتحت وتقوم اصل المعدة مفوعة من تحويل مصار معدة كلاسيكي هيتفضل لنا مشكلة دلوقتي لو انا عندي ولد صغير او بنت صغيرة في سن العشرينات مش عايز اعمل لها تحويل مصار وانا يعني عاملت عملية تكميم عشان انا عامل لها خفيفة وحصل للتواء مش عايز اعمل لها تحويل مصار في حل احنا انا عملته ونشرته ان احنا نعالج الجاستريكتواست بطريقة سهلة جدا سهلة جدا ودي اتنشرت يعني موجودة على الممكن نبحث عنها ونجيبها الجاستروبيكسي ان احنا دلوقتي انا دلوقتي معنديش دي والطريقة دي انا فكرت فيها يعني والحياة شغالة بس انا معرفش عن المدى البريدة يحصل ايه يعني في المستقبل يعني معرفش لكن هي الحياة فعالة جدا وامنة تماما وسهلة جدا دلوقتي انا عندي التواء وظيفي يعني التواء وظيفي يعني انا معنديش دي اصلا في المعدة تقوم تدخل انت تدخل بتالي ما عندكش التواء دي بسيطي انت تدخل تفرد المعدة وتسلكها من التلافات التسقات اللي حواليها تقوم فارد المعدة فرضة بسيطة ايه اللي هيمنعني من ان انا المعدة تتلوى تاني تقوم تثبتها تعمل جاستروبيكسي تلات غرز غرزة ما بتدفش تثبتها في الحجاب الحاجز من فوق غرزة تثبتها في البانكرياتيك فاشية وغرزة تثبتها في الميزو كولون من تحت يبقى انت كده عندك تلات غرز سبتين برولين عادي جدا سهل جدا وارخص جدا ما فيش حاجة خالص غير مكلف تماما وبيحتفظ بالتكميم زي ما هي مش بس كده ده انت تاخد المعدة بعد ما اتفردت وفكتها من الانتساقات وثبتتها في مكانها الاماكن السابتة اللي ما بتدفش ثم ثبتها كمان في منديل البط يبقى انت عندك حاجتين يثبتوا المعدة هعملنا سيريز كتير على الموضوع ده والموضوع ده ناجح جدا يعني انت ما انتش مضطر في الجاستريكتواست ان انت تعمل تحول مصار معده كلاسيكي لان انت لما بتعمل تحول مصار معده كلاسيكي الوفشن ده بقى مخيف جدا للأب اللي عنده ابنة او البنت اللي هي عمل التكميمة عشان خفيفة فانا مش عايز اعمل تحول مصار ما عندكش حل يا دكتور ان احنا نعمل ده لا في حل اللي هو حل علمي يعني واتنشر وحل جميل اللي هو ان انت تعمل جاستريكسي تفرد المياه ده مضبوط تعمل جاستريكسي وتحط قومنتال فكسيشن عليه كلام علمي انا عرفه صعب شوية بس ربما يكون نافع للناس اللي عندها المشكلة المسألة سهلة اوي المسألة سهلة او زمان كان عندنا حاجة اسمه الخرايط خرايط دي تجيب الخريطة وتيجي في حصة معانا كده الخريطة دي بتبقى كبيرة كده وملفوفة كده فلما بتيجي تفردها خريطة بطبيعة الحل لانها كنت ملمومة هترجع تلتلمة تاني فبتعمل ايه؟ الحل كان بسيط اوي تكيب حاجات تقالات كده تيجي على اطراف الخريطة وتحط تقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا هو ده نفس الكونسبت المعدة هتلم هتلف في كده هتتلوي تاني فانت بتثبتها في النقاط معينة بتثبتها في نقطة تحت في الجزء المحيط بالبنكريات من غلاف اسمه بنكرياتك فاشي بتثبتها في نقطة تانية وبتثبتها فوق في الحجاب الحاجز خلاص اخر نقطة فردت مظبوط جدا وده توصيف جميل جدا ان انا بس عايز اكد على الاطباء او اكد على المرضى برضو ان ده اللي هو الالتواء الوظيفي اللي هو الـ لكن لو عندك دي في المعدة واضح في المعدة المنظور ما بعديش فيه انت محتاج كده لتحول مصار كلاسيكي من الاصل ده احنا قدمنا الحل ده ان ربنا ينفع به الناس طبعا وينفع به الحاجات ده من الحاجات اللي احنا انا مبسوط يعني انها ان شاء الله تكون مفيدة بإذن الله انت بتسعيدني بالحوار الالي معك جدا وبتضيف كل حلقة جزء كده بيوسع معلومات ومدارك الناس المتابعة جيدة لجراحات سمنة وشباب الاطباء المهتمين بالجراحة اكيد اللي داخلين عالم جراحات سمنة لسه نواب او لسه بيذكروا ماشيستير هستفيدوا جدا من حلقتك لانك انت بتديهم بعض التركات عشان يبقى فاهمين ابعاد هذه الجراحات انها فيها ابعاد مهمة جدا من ناحية العلمية سواء الحدث او حلوله وده شيء مهم جدا وده رفعنا بيبقى في مستوى الحوار مش هتلاقوه في اي حتة في العالم اللي هو احنا بنفترض كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المحيطة بجراحة السمنة وبنشوف كيف يتم التعامل مع حلوله مش مجرد ان احنا بنبسط الامور تبسيط يخل بقيمة هذا العلم العالمي الكبير المتورامي الاطراف اللي هو جراحات السمنة ضيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال في مصر الوطن العرم لسه الدكتور كريم صبري واستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة انشامس والمديد لوحدة جراحات السمنة ومستشوى دي النيل وزميل كلية الجراحين لملكاني بانجلترا نورت الدكتور شكرا خليكوا دايبا مع الدكتور اهلا بكم هذا يوم هام للغاية خلينا اقولكم ان احنا بنعمل حاجات كتير تضر بعيوننا يعني في دراسات بتقول ان في بعض التصرفات اليومية قد تضر به النظر ضررة كبيرة منها الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة او قدام الحاسب الايل لفترات طويلة الكلام ده يعني مشهوق في امره لكن خلينا نمشي معاك كلام كمان القلة الرامش ان الواحد ما يرمشش بشكل متكرر برضو ده شيء بيأثر على النظر قلة النوم وجدوا علاقة بين قلة النوم والنظر الاهم بقى لبس العدسات اللصقة لبس العدسات اللصقة وجدوا انه ممكن يأثر بشكل كبير جدا على القدرة على الإبصار لانه ممكن مع الوقت يدور القرنية ضرر كبيرا قد يكون هذا الضرر حد للغاية العدسات اللصقة تحمل في طياتها قم بنا موقوتها يا جماعة الناس كمان اللي بتلبس العدسات اللصقة دي للتجميل انا شايف ان هم بيهرجوا تهريج خاطل يعني تهريج مخيف اللي هو انا عايزة غير لون عناية فبخليها من البني للازرق او من مش عارف ايه للاخضر يا سيدي العدسات اللصقة دي حاجة يعني خطيرة جدا ولازم لها عناية ودقة ودقة وطبعا الناس اللي بتلبسها في العربية وهي ماشية ومش عارف ايه كلام ده كله في المنطقة الخطورة لازم نهب بالنا جدا واحنا بنتعامل مع هذه القنبلة الموقوتة اللي اسمها العدسة اللصقة لكن تبقى قدرة الإبصار نعمة كبيرة جدا وضعف الإبصار يعتبر شيء لازم نحن نقف قدامه وننظر كيف اعطى الله سبحانه وتعالى العلم هذه المقدرة الرائعة جدا عشان يصحح الإبصار تصحح الإبصار والتعامل مع مشاكل الإبصار النهاردة يوم شديد الأهمية مع ضيف شديد الأهمية الحقيقة اضاف لنا الكثير جدا بوجوده معنا وكانت نقلة نوعية كبيرة جدا انه اكاديمي مهم جدا يظهر الإعلام سقف الكثير جدا وعدل كثير من المفاهيم الخاطئ حول ضعف الإبصار وحول المياه البيضاء وحول مشاكل القرانية قدم الكثير للإعلام الطبي وأعتقد أنه ما شاء الله ما زال يقدم الكثير للعمل الأكاديمي العمل الإكلينيكي وأيضا للإعلام الطبي في عالم العلوم القيمة العلمية الكبيرة والإسم الكبير واحد من سوبرستار البرنامج وسوبرستارز الإعلام وسوبرستارز العمل في عالم العيون أخوص للأساس الدكتور أحمد عدسي تكوين الويش نفسه و المعين رسمة العين نفسي هي تديك إي حقيقة إنه عنده حواis لكنهمbirdوش حوالية هل الليزر السطحي option ولّا في حالات يناسبها الليزر السطحي وحالات اللي Troyesic يناسبها الليزر السطحي والليزец في حالات يناسبها الليزر السطحي وما يناسبهاش الليزك والناس لسه بعدهاّش ثقافة التفريقة بين الليزك وبين الليززر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي مية بيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي مية بيضة في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه نهينا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لإجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبع تاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية صديقي العزيز وصديقي العزيز اللي بسعد جدا بقدوم وزيارته الرائعة السيد الدكتور أحمد عساف أهلا بك دكتور أحمد أهلا وسهلا من سعيد بوجودي في السيكو أمريكا آخر مؤتمر لوس أنجلوس المؤتمر الدولي لتصحي الإبصار مؤتمر السنوي للجامعية الأمريكية لإصلاح الإبصار والمياه البيضاء والجراحات المياه البيضاء ده كان مؤتمر كبير جدا بمؤتمر دولي بيحضروا كافة الأطباء وجراحين العيون على مستوى العالم هو القوة المؤتمر أنه هو مركز أساسا في المياه البيضاء والجديد في جراحات المياه البيضاء وعمليات إصلاح حيوب الإبصار زي الليزك أو زرع عدسات أو أي عمليات تانية الإصلاح حيوب الإبصار فتركيز الناس كلها اللي هي بتحب تشتغل في الجزء ده تحديدا بيحصل يعني معظم الجراحين بيحبوا يرتادوا هذا المؤتمر أنت جبتوا شهادة دي دي الشهادة دي شهادة الإنجاز دي من الجامعية الأمريكية اللي طبقه جراحة العيون حتى ما منسيبش حاجة كان ليه الشرف طبعا يعني تشرف إنه هو يعني من الدكاتر اللي هو يحصله على هذه الشهادة في سنة 2017 لـ 2017 دي حاجة رائعة جدا جدا دي يعني تساوي شهادة الإيجادة أو شهادة الجودة بالزبط بالزبط سرتفكات بالجودة هروح للمية البيضة بقى يعني إيه مية البيضة؟ نبدأ نشرح للناس طبعا إحنا اتكلمنا وأكيد السادة المشاهدين عارف عن إيه مية البيضة بس أحب التكرار برضو إنه هو في ناس برضو لسه لازال عندها الاعتقاد إن المية البيضة هي سائل لونه أبيض بتكون جوه العين وبيحجب الرؤية وعشان كده المريض ما بيشوفش كويس لا هي المية البيضة هو عتامة في عدسة العين البلورية لأسباب كتير أشهرها التقدم في السن فهنا وقت الانيميشن اللي موجود دلوقتي إن العدسة المفروض تكون شفافة عشان تجمع الأشعة وتكون صورة على الشبكة لما بتعتم المنظر ده بتاخد ألوان مختلفة بتحجب الرؤية بحيث إن الأشعة لما بتيجي تعدي من العدسة ما بتتشتت ما بتتجمعش في صورة واحدة على مركز الإفسار وبالتالي الصورة ما بتبقاش واضحة بدلا ما يبقى الواحد شايف صورة بالمنظر ده بتبتد الصورة تغبش وتعتم وتطفي وألوانها تتغير المريض بيحس بتدهور في النظر بس مش تدهور حاد عشان برضو فيه ناس بتتخضط يعني بتعتقد ممكن تصحى من النوم مرة تلاقي عندها مية بيضة لا يبقى فيه تدهور بطيء في النظر والحل الوحيد حتى هذه اللحظة لا فيه أطارات ولا فيه علاج ولا فيه مراهم للمية البيضة غير هو عملية مية البيضة وهي عملية تحديدا تفتيت عدسة العين المعتمة اللي هي فقدت الوظيفة بتاعتها ويستبدالها بعدسة تانية صناعية مزروعة جوه العين ده فكرة العملية المية البيضة باقتصار شديد وبالتالي برضو عايحب أأكد لسهد المشاهدين مفيش عملية مية البيضة بدون زرع عدسة علشان فيه ناس تقولنا يسحب المية البيضة ومالهاش لازم العدسة يا دكتور علشان احنا بنسمع ان العدسة دي مؤزي طبعا بيخلط الامر ما بين عدسة لسقة زي ما حايقلت في مقدمة البرنامج والعدسة اللي بنزرعها جوه العين فهنا فيه فرق شاسع ما بين الابنين فلازم مية بيضة معناها زرع عدسة لازم عدسة لقطة دي عدسة بتخط فوق القرنية بالزبط المعروفة يعني العدسة على الوسط المعروفة لكن دي عدسة بتزرع بتزرع جوه العين بالزبط كده التشخيص سهل بالأجهزة نقدر نعرف أكيد أكيد التشخيص سهل جدا ومفيش أي مشكلة خالص وبنقول لما يكون فيه مية بيضة وبنقول للمريض والله أنت عندك مية بيضة المية بيضة لها درجات برضو بالمناسبة ممكن تتقسم من واحد إلى ستة مش كل الدرجات لازم يلزمها عملية برضو أحب أوضح للسادة المشاهدين إن في بعض الناس بينزعج جدا يقول لأن عندي مية بيضة أنا هعمل عملية وإمتى ممكن تعمل المية وعندك مية بيضة وتعيش بها شوي يعني ممكن ما توقاش مؤثرة على حدة البصار بس القاعدة العامة بنقول لها ده لكل المرضى إلا ما يجي لك مية بيضة كل ما بيكون بدري في عمل لعملية المية بيضة كل ما النتيجة بتكون أحسن وأضمن ما تأخرش إلا لو ظروفك مش مناسبة يعني أنت مسافر لظروف قاهرة أو عندك ظروف مثلا أسرية ابنك في الامتحانات أو مستني حد يجي لك من السفر بعد شهر أو شهرين ما فيش مشكلة طالما أن درجة المية بيضة تسمح في بعض الناس بيجونا في مراحل متقدمة جدا من المية بيضة بأنهم لازم تعملوا العملية بسرعة إزاي أن أعالج المية بيضة هي برضو أنا المية بيضة بمعنى علاج تطبي هي علاج جراحي طي في طريقتين شائعتين لعمل المية بيضة كنا زي ما بنكلم عن الجراحة دلوقتي بطننا أن نتكلم عن الجراحة خالص نيني خلاص ما بيناش نعمل الجراحة بيننا نعمل موجات فوق صوتية أو الطريقة الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها أو كلمنا عليها في المؤتمر اللي هي الفام توليزر في الجراحات المية البيضة الفارق بالزبط كده هو إن في الموجات فوق الصوتية. أنا بفتت العدسة اللي جوه العين بالموجات فوق الصوتية. الموجات فوق الصوتية دي سلاحزوا حدين. ممكن تؤثر بصورة سلبية على أنزكة العين الداخلية. خاصة أنزكة القرانية أو الخلال المبطنة للقرانية. القرانية هو جزء الخارجي من العين. المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير. ممكن تؤثر بالسلب عليها. إن الفيمتوليزر لا. الفيمتوليزر هناوات بقى. دلوقتي فيه برنامج. ده برو جرامينج. أنا بفصل. كنتي بعمل بطرون. بفصل. أنا عايز الفيمتوليزر يشتغل إزاي على كل عين. أنا هشتغل عليها. ممكن لعين المين حاجة. ولعين الشمال حاجة تاني. وكل عين ليه برنامج خاص بيهو. بنقدر هنا هو. أنا بحدد الخطة الليزر أو خطة العملية هتشتغل إزاي. عايزة صلح استجماتيزم. عايزة فتت العدسة بطريقة المعاينة. عايزة فتتها. طبعا هنا مش هتكلم على دقة الليزر. هنا دقة الليزر غير. مهما كان مهارة الجراح. مهما كان الجراح ده ماهر في عمل خط. هذه الخطوات مش هيبقى زي دقة الليزر. وبعد كده هوات المريض بيقعد تحت الجهاز الليزر هنا هوات. بيعمل نقدر نقول حوالي 60 أو 70% من خطوات العملية المية البيضة بدون ملعين تفتح من أساسهم. إن شوعة الليزر بيقدر يعدي من الأنسجة الشفافة. فعندنا القرانية دي نسيق شفاف اللي هو الشباك اللي احنا بنشوف منه. فشوعة الليزر إن هوات بيعدي من خلال القرانية. هنا هو ده. احنا بس بنسبت الجهاز على عين العين. ما فيش أي قلم خالص. العين بيعمل العملية هو صاحي بالمناسبة. ممكن ياخد قطرة بس مخدرة تخدر سطح العين. لكن العين بيبقى صاحي. بيتنفس. بيتكلم لو في حاجة مضايقة. بنطلب منه بس الهدوء والتركيز في ضوء قدامه. بحيث إن هو السبات العين هنا مهم جدا. ودي خطوات المية البيضة زي ما تشايفين. دي خطوات حقيقية. الموضوع بياخده حقا. نعملية لايف. حقا. بياخده ديئتين تلاتة. والشاشة اللي جنبين هنا هوات. بتبقى لنا مصاري العملية. ونقدر نعدل كمان في خطوات العملية. ونقدر نعدل كمان لو أنا عايز أغير خطة العملية نفسيها. اكتشفت مثلا على سبيل المثال إن عنده استجماتيزم أكتر من اللي أنا مضوقع ومكس صلحه. والمية البيضة شايفة أكتر ممكن أفتتها بطرقه بطريقة مختلفة. بوجه الجهاز في مصاري الليزر بطرق مختلفة. أو شايف إن الجهاز خلاص أدى يعني شاف أبعاد العين من الداخل بصورة مرضية بالنسبة للجراح. بنبتدي بعد كده الليزر يشتغل ويصلح يفتت المية البيضة. كده كل ده والعين مش مفتوحة. أنا بأكد العين مش مفتوحة. وهنا مصدر الأمان فيها عملية الفيمتوليزر. يعني إحنا هنا هو العين ما تفتحتش من أساسه خالص. كل ده ده حلمي كان بالنسبة لأنه أنت تعمل تفتت العدسة اللي جوه العين وتعمل مكان لزرع العدسة اللي جوه العين. تحضر العين لاستقبال العدسة اللي هتتزرع بعد كده عشان المريض يشوف بيها. لو عندك استقباتيزم كمان تقدر تصلحه. وأنا ملمستش عين العين والليزر هو شغال. وعين العين ما تفتحتش. وفي نفس الوقت. الدقة المتناهية بتاعت الفيمتوليزر. إحنا هنا بنتكلم بدقة بحدود المايكرونز اللي هو بالواحد على الألف من الميلي. فهنا هو ده حرك. شوف مصاري العملية هي حوالي 70 ثانية اللي زر هيشتغل يكون خلصنا العملية كلها. الموضوع ده من أول والآخر بياخد حوالي ثلاثة أربعة دقايق. يعني ده الجزء بتاع الفيمتوليزر. بس لا غنى في هذه الحالة برضو عن الموجات فوق الصوتية. لازم نستخدم الموجات فوق الصوتية. بس بصورة أقل بكتير من الطريقة التقليدية العادية هي حتى هذه اللحظة هي الشائعة بنعملها في معظم الحالات. هنا هوت زي ما بقولت انت جدت حركة مثلا عربية بتقدر تسوق لوحديها. انت بتقوله انا عايز اروح من المنطقة نقطة ألف للنقطة بيه وعدي في السكة على السوبر ماركت عشان عايز اشتري شوية حاجات وخلاص انت عملت خطة البرو جرام بتاعك او الخطة اللي انت هتمشي عليها وبعد كده بتدوس على الظرار العربية هي تتحرك وتؤدي لانت المطلوب منها بالضبط زي ما انت حددت لها تماما بس مثلا في الآخر انت محتاج انت توقف العربية بعد كده. هوت لازم تشوف العربية دي ماشي في طريقها مضبوط ولا لأ زي ما انت شايفين هنا هوت المريض بعد ما خلصنا جزء الفيمت وليزر المريض بيبقى صاحي هيقوم دلوقتي هيتحط على سرير تاني علشان نبتدي نجهز للموجات فوق الصوتية او نجهز العدسة اللي هنزرعها جوه العين الجزء المتبقي من العملية ده يعادل اكتر من 20-30% من عملية المياه البيضة نفسية يبقى فيه حوالي 60-70% عمل بالفيمت وليزر من غير ما العين تتفتح واختصرنا الوقت العين هتبقى فيه مفتوح علشان اشيل التفتيت التفتيت اللي حصل في العدسة بالليزر بسحبه بالموجات فوق الصوتية وبزرع العدسة الجوه العين الناس بسأل طب انت هتزرع العدسة ازاي والعين مفتوحة لا بيبقى فيه فتحة بتتعمل برضو بالليزر حوالي 2 ميلي العدسة بتخش مطوية جوه العين وتفرق بعد كده جوه العين الفترة لما تبقى اللي العين فيها تفتحة قليلة ده بيبقى يترجم في صورة امان اكتر في المياه البيضة كلما العين اللي هي الفترة اللي هتبقى مفتوحة عشان ازرع العدسة او عشان اشيل المياه البيضة تكون اقل كلما دي فترة امان اكتر السؤال الكلاسيك دايما بيسألوا الناس هل يمكن انت عود المياه البيضة مرة اخرى بعد كل ما فعلنا من فمتو ليزر وزرعت عدسة السؤال مهم جدا ودايما بنتسئله كتير قوي تقريبا من نسبة 90% من كل العينين يسألوا هو المياه البيضة هترجع تاني ولا والاجابة لا بصورة قاطعة مفيش مياه البيضة بترجع تاني بس في بعض الناس بنسبة مياه الـ 20% بيحصل لهم عتامة في المحفظة الخلفية المحفظة الخلفية هي نسيك شفاف اللي هي بنحط عليه العدسة لما بيزرع عدسة جوالين بزرعها على حاجة اسمها المحفظة هي عبارة عن زي سطارة شفافة تماما بزرع عليها العدسة لانا حطتها مكان المياه البيضة بزرع عدسة بحطها على ايه بحطها على محفظة خلفية بنقول عليها بالبلد كده سطارة شفافة جوالين ساعات السطارة دي بتعتم عند بعض الناس وما فيش اسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي سبب أو نتوقع ان المريض ده الاعتامة دي هتظهر عنده والمريض ده مش هتظهر عنده السطارة دي لما بتعتم بيبقى علاجة بسيط جدا بنامل جلسة ليزر بنشيل الاعتامة دي بجلسة ليزر مش عملية وبأكد مش عملية المريض بيبقى قاعد على جهاز بهدوم وعادي جدا مش هيعيد العملية تاني ولا يخش قط العملية التاني يمكن بسبب الموضوع ده الناس بيتهيق لها ان المريضة بترجع تاني فبنقول لهم لا ما بترجعش تاني في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم عتامة في المحفظة الخلفية بيلزمها اجراء بسيط جدا اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالزبط بيهدومه في العيادة مش في العمليات وبيمشي على طول عايز احط مقارنة بين الاشياء وبعضها يعني واشنا بنقارن بين الفيمتو وبين العملية او بين الفيمتو وبين الالتراسان وحطناهم جنب بعض ونجمل للناس او نفاهم الناس الفروقات بين الاثنين ايه الفروقات بين الاثنين هنا هوت زي ما تكون حضرتك انت بتعمل حاجة يدوي وبتعملها بالليزر يعني هنا هوت مثلا على سبيل مثل لو بصنا على الشاشة هتلاقي هنا هوت ده على اليمين ده ده الفيمتو ليزر اللي على الشمال بيقولك تشريح لان الليزر هيشتغل زي لو احنا بصنا هنا هوت المية البيضة نفسية لو احنا كبرنا حتى نبص على المية البيضة في ناحية الشمال هنا ده الجراحة التقليدية العادية أنا بخش بمشرة بفتح فتحتين في العين وساعدي ببقى 3 فتحات بعمل حاجة بقشر المحفظة الأمامية بتاعت العدسة بقشرها بإيدي فبتطلع مشارشرة ما بتطلعش مدورة مظبوطة بتطلع ممكن معوجة شوية صغيرين ده بيخلي العدسة ما بتبقاش موجودة في مكانها مظبوط ساعات بتعمل العدسة تبقى ملوية شوية صغيرين بعد لما زرعها ما بتبقاش مظبوط هنا الليزر بصح هيك الليزر بيشتغل شوعها هو بيفتح بيعمل الفتحات اللي أنا عملتها والفتح اللي أبي عملها في المحفظة العدسة الأمامية بتتعمل بالليزر بتطلع دايرة مظبوطة كأنك بالضبط عملت شباك بدأ ما تشتغل بشاكوش وأجنة انت عملته بالليزر فلما تعمل بالليزر بيطلع مظبوط بالملي لكن انت تشتغل بشاكوش وأجنة وعمرك ما هتوارد تظبط هيطلع معوق شوية صغيرين شباك لانت حفرته ده معوك شوية صغريم مش منتظم هنا الفيمتوليزر بيفتت العرسة والفيمتوليزر بيكون آمن جدا على أنسجة العين الداخلية على عكس الموجات فوسطية لما بيفتت العرسة نفسيها قبل ما نحن نسحبها ده بيبقى حنين قوي على أنسجة العين الداخلية فبالتالي أنا ضامن هنا هوات في بعض الناس مش هيجي لهم تأثير سلبي وده مهم جدا عند بعض الناس عندهم التابات مزمنة في العين أو عندهم مشاكل في أنسجة العين الداخلية مهم جدا أن احنا نعمل لهم الموجات فوسطية بأسف الفيمتوليزر ونتجنب الموجات فوسطية في حالته وبعد كده وقت بنزرع العدسة اللي جوه لي فطبعا الخطوة دي الخطوة يمكن الوحيدة المانيول أو التقليدية اللي بتتعامل أو الجراحة اللي بيعملها زيادة شوية زايرين في الفيمتوليزر لكن الموجات فوسطية احنا بنعملها من أولة لأخرة بتعتمد على مهارة الجراحة الفيمتوليزر لا هي بروجرامينج برمجة لغاية زرع العدسة بعد زرع العدسة أنت الجراح بس خلص العملية وخلص خلص طبعا كده يتفوق طبعا الفيمتوليزر ممكن صلح الأستيجماتيزم هنا في حاجة عملية زمان اسمها تشريط قرانية كان بيتعامل بالطريقة الأدوية وليها مشاكل كتير جدا احنا في غير ان احنا نذكرها بالفيمتوليزر ما لقناش المشاكل دي خالص ندقة الليزر هنا بيستفيد منها فنقدر نصلح الأستيجماتيزم بصورة عالية جدا ونضمن المريض ان هو كمان يستغن عن نظارة المسافات بعد العملية قضية أثرت جدل الحاول عند الأطفال هل نتدخل لعمل عملية ليزك للأطفال اللي عندهم حاول ولا لا سؤال عايز تفصيل بس عايز تفهمه من الجدل لا حاول الأطفال في أنواع كتير من الحاول حاول ممكن يكون ناتج عن ضعف في عضلة من العضلة دي لازم يحل الجراحي بفيش حل الليزر ده حل الجراحي ان انا العضلة الضعيفة بقوية وخلاص ده لو مشكلة عضلية بالزبط لو مشكلة نتيجة ضعف في الإبصار وده شائع جدا ما بنعملش ليزك لا خالص ان هو الطفل الصغير ده نظر متغير أنا لو هعمل ليزك النهاردة على مقاس المقاس ده مش سابت بعد سنتين تلاتة المقاس ده تغير خالص والطفل هيرجع يلبس نظارة وقد يكون الحاول يرجع تاني ويبقى أكتر من الأول ثانيا عشان نعمل ليزك فيه فحوصات بنعملها علشان نقول هذه العين ينفع لها ليزك ولا لا الفحوصات دي صعب تعملها في طفل عنده ست سنين أو أربع سنين أو سنتين أو ثلاث سنين صعب جدا أنت تقيس سمك القرانية وتشوف التوبوغرافية بتاعت القرانية في الأطفال الصغرين أنا أعتقد أن دي يعني لا يعني ما ينفعش خالص ما فيش ما ينفعش الليزك بنعمله يعني بس أشابه واضح برضو وضقيق في كلامي بنعمل ليزك في الأطفال في حالات وليلة جدا لما يكون في ضعف في عين واحدة بس مقاس على سبيل المثال السادة المشاهدين فيه عند الأطفال يبقى عنده عين فيها سالب تسعة وعين تانية سالب واحد الفرق هنا ضخم جدا لا يمكن تعويضه بالنضارة وصعب الطفل اللي عنده 8 سنين ده أو 6 سنين تلبسه عدسات لسقة في العين الضعيفة فإحنا بهذه الحالة بنعمل ليزك أو سعب بنعمل زر عدسات ده الحالة الوحيدة اللي ممكن تدخل جراحيا أو بالليزر في وجود حاول عند طفل عشان فيه فرق كبير في المقاسات ما بين العين اليمين والعين الشمال لكن طفل عنده عين لتنين عنده ضعف نظر ويلبس نضارة وعنده حاول أقول له أعملك ليزك عشان أضيع الحاول لا ده كلام غير علمي بالمرة وأعتقد أن ده يعني سلبي جدا 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 طفل عزيز قال له أستاذ الدكتور رحمة العصف كان في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور لأن الرجال يعني اللي مذاكرين شوية معلومات طبية عارفين أنه سرطان المرسطة فيه نسبة أو يعني الجينات والوراثة فيه تلعب دور كبير طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر يبقى لازم يكتشف مبكرا والاكتشاف المبكر ده علم مهم جدا في الطب نهارده أكيد هنمر به نهارده فيه واحدة من أهم حلقتنا على الإطلاق لأنها بتتعلق بحالة مرضية قطيرة على الحياة ممكن تكون مميدة لكن ممكن تعدي ولا أي حاجة ضيفي العزيز هو رائد قدير من رواد المسالك البولية بيساعدنا وبيشرفنا جدا ويعني إحنا عندنا ميزة كبيرة جدا على مستوى الأعلام العربي كله إنه ضيفي هو أستاذنا الأستاذ دكتور حسن شاكل نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تم استبداء الكثير جدا من العملات الجراحية بمناظر البط المناظر لأنها كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندسة الطبية فتطورت تطور كبير جدا تطورت 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 أكثر اللعب تكنولوجيا تقدر أن إحنا تخلينا نعمل عمليات مماثلة لعملات الجراحية ومضاعفات الأقل كلمة الزكية هي مناظير بها مرونة فيها تكنولوجيا عالية موسيقى قدت إلى أن المناظير فعلا بقت أقصر قدرة أسهل على الجراح أسهل على المريض قللت فقدان الدم المسالك الناس ما تعرفش تترجم أعرضها ولذلك المناظر أفادت جداً في اكتشاف كثير من حلول للمشاكل العديدة في المسالك البولية مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المسالك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جيل بكندا عضو جماعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعيات التحكم البولي الدولي ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية طب جماعة الجمس زميل جماعة تورونتو وماكيل بكندا وعضو جماعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الرائد الكبير في عالم المسالك أهلا بك أستاذ دكتور أهلا وسهلا بك الحياة نهاية زابتة الأول بي الموضوع المخيف يعني أورام البرستاطة الخبيثة هل هي منتشرة هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن هل لازم نقلق منها قوي كده زي ما احنا أعلانين من أول الحلقة كده أنا نفسي أعلان فعايزين نفهم البرستاطة أورام البرستاطة الخبيثة هي أكثر الأورام انتشارا في رجال أكثر أورام الخبيثة انتشارا في رجال أو قليلا نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكثر أورام الخبيثة هي من أكثر أورام الخبيثة انتشارنا في رجال وبقى في التوجه أن أورام البرصادة الخبيثة في بلد زينا كانت بالنسبة لنا زمان قليلة ابتدى بفيه توجه أنها بتزيد إحنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلد زينا أو في منطقة بتاعتنا بس قد يكون بسبب تغير طبيعة الحياة العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في أورام البرصادة في مصر كان بالنسبة لنا أورام البرصادة قليلة لكن في آخر عشر سنين قد يكون بسبب تغير ستايل بتاع حياتنا ابتدت تمتشر بطريقة كبيرة هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة قليل جدا ما تحصل قبل سنة خمسين سنة في الأربعينات لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد كثير جدا من الأورام ده هي بتعدي في حياة البني آدم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها والمريد يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورام برصادة وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مغلق وبسبب زيادة نسبته وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سنة خمسين سنة عايز يعني بطبقى طبقى لكلاسيكياتنا احنا في ال إنتران المدسين اسأل حضرتك عن الأسباب يعني هل في حاجة الراجل بيعملها هل هي المسألة ورصية بحتة كلام يعني طبي شوية يخص البطن أكترين للجراحة هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظة إيه اللي بيسبب أورام البرستاطة ما نعرفش كمان مسببات لي يعني مثلا أورام المسانة احنا عارفين مثلا التلوث تدخين بسبب أورام المسانة لكن البرستاطة ما نعرفش الكلام ده لكن نعرف انه طبيعة الحياة أو الستايل بتاع الحياة مؤسر جدا يعني مثلا في العالم الغربي زي ما نقولت عندهم نسبة الإصابة بسرطان البرستاطة أكتر كدير جدا من الشرق الأوسط ما فيه السيكش والله احنا مش عارفين صراحة لكن مثلا يعني اليابانين مثلا عندهم تقريبا الورام دوات يكاد يكون من عادة اليابانين اللي هجروا لأمريكا جال جالهم جدا فهو أكيد هو مرتبط بطريقة المعيشة فإحنا في مصر لأن احنا ابتدت في آخر 20 سنة ابتدنا نتشبه جدا بالغرب في طريقة معاشتنا فابتدت يحصل ان العدد الأورام دي زيت فإحنا حقا ما نعرفش ايه المسببات لكن نعرف انه هو ستايل الحياة بيأسر جدا فيها حدوش الوراثة ليها دور احنا ما شفناش الوراثة ليها دور غير في الناس الافرقى اللي هجروا أمريكا يعني الافرقى اللي هجروا أمريكا لقينا ان أورام البرصات الخبيثة متشرة في عائلات فمعنى كده هو تقنقى انه اكيد ليه تأثير انه فيه تغييرات جينية بتحصل انه فيه تأثير وراسي لكن ما هواش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر او في بلاد اخرى كتير او فيه مثلا الجنس القوقازي فهو يعني ما قدرش اقول مية في المية لو حد والده حصل له يباها يحصل له لكن هو على الأقل اللي هما الافرقى الهاجروا أمريكا هو دوتل اللي بيحصل لهم الكلام ده فيه واحدة من أهم نقاط الحلقة النهاردة لانه ليه تهمنا جدا ازاي نكتشف أورام البرصات بشكل مبكر الصراحة ده سؤال مهم جدا وللأسف الإجابة عليه هتحبط ناس كتير جدا أورام البرصات الخبيثة ملهاش اي اعراض يعني الناس اللي هي بتكلم عن البول بيضعيف بيقوم النوم كتير بالليل التقطع في البول ده ملهوش علاقة بأورام البرصات الخبيثة بل يه علاقة بالتضخم الحميد البرصات اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة بأورام البرصات الخبيثة بو تاني وبقرارة أورام البرصات الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا طب نعرفها ازاي بالفحص الدوري الفحص الدوري عند الدكتور مفروض احنا بعد سنة 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري ان المريض يروح مرة كل سنة الدكتور. الدكتور بيطلب له حاجة من دلات الأورام اللي هي اسمها PSA. PSA ده هي بتقول لنا إذا كان المريض ده محتاج حاجة أكتر من كده ولا لا أكتر من مجرد دلات الأورام دي ولا لا. لو PSA طلع مرتفع. كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لس بعملوا حكاية دي. PSA مرتفع. معناها تروح تاخد عينات من البرصات. للأسف الكلام ده هوت تغير جدا. الجهاز اللي فات ده هوت ده كان جهاز رانين مغناطيسي. الرانين مغناطيسي الوقت بقنا من استخدمه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص أورام برصاتها مبكرة. يعني مش أي واحدة PSA بتاعه مرتفع أخد له عينات. لا ده أنا بروح عم أعمله الأول رانين مغناطيسي. هو نوع معين جدا من أنواع الرانين مغناطيسي اللي هو اسمه multi-parametric والأسف انتشره محدود جدا. لأنه محتاج خبرات طويلة جدا من زماننا تكات عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفه يورو كويس وليلين جدا هو في العالم كله مش في مصر بس بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص أو الإمر آي بيقولي آه والله ده فيه هنا هوت فيه بقرة لازم تخاف منها بنبتل ناخد له عينات كان زمانة العينات دي عشوية تلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز ultra sound أو جهاز موجات فوق صوتية. بس الجهاز ده هوت فيه حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرانين المغلطيسي يعني باخد الـ CD بتاع الرانين المغلطيسي بحطه على الجهاز ده فلما دكتور الـ ultra sound يشتغل الجهاز بيقوله خد عينة من الحتة دي ورم البرصطة ده بيبقى جوز يصغير جدا من البرصطة يعني لو القوضة ديت كلها اعتبرناها البرصطة ورم البرصطة ممكن يبقى قدل كوباية ده هي فلو انا اخدت عينات عشوائية ممكن اندماج مريض جدا يكون عنده ورم خبيث وانا معرفتش اجيبه بالتقنية الحديثة ده هي خليتني اقدر اخد العينات فبعد ما بشوف الكلام ده هوت الجهاز ده بيدمج السورطين على بعض وحطوهم فوق بعض فالدكتور الـ ultra sound بيقدر يقول انا هاخد من الحتة دي بالزرع وبقى نسبة التشخيص بدل ما كان في عشرة اتنشر في المية بقى التسعين في المية يعني دي الصورة هي مدمجة لو بصينا على الصورة اللي تحت لمين دي بتقوله بالزبط ياخد خد من الحتة دي في الحتة دي بالزبط هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هما على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها هي دي المنطقة اللي انت تشوفها المنطقة ده هيت ما كانتش تبان في القطرة صعب للوحد عشان كنتم ناخد عيناتها شوية تلوقت لما بدمج الصورتين مع بعض يقول لنا المنطقة ده هيت الزبط وبيعلمها بيدقة شديدة جدا وشوف الإبرة هي داخلة بتاخد العينات من المنطقة بالزبط عشان كده هو بقى الناس بدلا ما عدنا ناخد عينات ولو انت مفاكش حاجة والراجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد العينات تالت ورابع وخامس وانا الآن من الحكاية ده لا تلوقتي بجيبه مرة واحدة وناخد العينات بتبقى نسبة تشخيصة عالية جيبه عظيم احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي اي ده أول خطو بعد كده الامر اي الرانين المنطيسي به الالترا ساوند الازي يحدد بدقة انا دخل ااخد العينات من بالزبط ده حاجة موجود عندنا موجود عندنا ما شاء الله ده حاجة عظيمة جدا طيب ايه الاساليب الحديثة دلوقتي في العلاك اللي حصل ده هوت في الالترا ساوند والمراي او اللي هو الرانين المنطيسي غير مفاهيم العلاك تماما احنا كان عندنا كل العيانين ده همت كنا كلهم لازم نعملوا نستصال جزء للبرستاطة لو كان الورم لسه في البرستاطة لو كان متشر في جسمه نعمله علاج هرموني او علاج هرموني مع إشاعي حسب او فيها مراحل متأخرة او علاج كيميائي لا تلوقتي بقى الموضوع غير كده طيب انا نفهم ان اورم برستاطة دي مش لازم تبقى في البرستاطة كلها دي ممكن تبقى في بقرة واحدة فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفة طيب لو هي بقرة صغيرة لو بقرة قد الكوباية دي فالقوضة دي تكلها انا احرق القوضة كلها ليه او اكسر القوضة كلها ليه ما احرق الحتة دي بس فابتدأ يطلع علاجات جديدة حاجة اسمها العلاج البقري او العلاج الموضوعي ان المنطقة دي بس هي اللي اخلص عليها وهو دهوت بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصورة قبل كده العلاج الموضوعي والبقري ده هو الكارتون ده بيواريك انه هو بيتم بالدمج ما بين الصورطين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجة خالص ده هو انا شايف البرصاتة كويس جدا ده اللي هو جهاز التراساوند وهو داخل عن طريق الشرق بيشوف البرصاتة بيقوله بالزبط ياخد العينات منين او اسف بيقوله اعالج اني حتة بالزبط معتمد على العينات قبل كده في اللي عليها السهم دهوت اللي في الحتة اللي مين دي اللي هو اللي زر وهو داخل في الحتة المعينة دي بالزبط عشان يخلص عليها طبعا دي العلاج في قوضة العمليات المريض لا فيه فتح ولا اي حاجة خالص الجهاز احنا ده حددنا مكان البقرة بالزبط هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالتراساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال ودي عبارة عن نوع الاجهزة وهي دخل على الورم بالزات اللي تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما دي الصور اللي حم نشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالتراساوند والفيوجن او الامر اي او الهورانين المغناطيسي ودي الاماكد اللي انا بعالج فيها بالزبط يعني هي دي الحتة اللي هشتغل فيها ودي الحتة اللي حط فيها الليزر بتاعي او ريديو فريكنسي او الحاجة اللي انا بستخدمها عشان اخلص على الحتة دي بالزبط ما بوصل برصاتة كلها ما عيرتش عيان لعملية جبيرة جدا طالما ان العيان عنده بقرة واحدة فالبقرة ده هيت بقى اقدر ان انا اخلص عليها زي من شايف القضة العمليات رغم ان هي عمليات بسيطة جدا العيان بيخرج في نفس اليوم يوميا بالليل بيبقى عاد في بيته ولكن التجهيزات بتاعتها مفتفعة جدا التجهيزات دي عشان اقدر اوصل للبقرة دي وما غلطش واسيب بقرة تانية او ما غلطش ان انا عالك حتة مختلفة خالص ده العلاج الزكي ده هو مش يعني ده علاج هو اسمه علاج البقري لكن جاي من بقرة يعني لكن انا في شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه تعال علي العلاج الزكي صحيح ها يعني ده زكي جدا بيدخل على المكان اللي في دوره بزبط كده هو بياخد البقرة دي بالزات يعني زي ما احنا شايفين هنا هو تلوقتي هلاقيه هو تهو دمج الصورتين بعدين دخله بالمكان حط الليزر بالزبط في المكان اللي هشتغل فيه اللي هو معلمه من الاول السيد دكتور حسن الشاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكل الطب جماعة عين شامس وزميل جماعة تورنتو وماكلبي كانت عضو جماعة جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية والمؤسس لمستشفى الشاكر طبعاً للمستشفى الشهير كان ضيفي فيه الدكتور خليكوا دايماً مع الدكتور ضيفنا العزيز الأستاذ دكتور يسر الحميلي منورنا فان الله يحفظك هذه زيارة جميلة عجبك الكلام اللي أنا قلت والدراسة طبعاً أهم نقطة فيها هي الستة أقوى ليه الستة أقوى لأن العمود الفقري عندها أكثر مرونة من الرجل عامل المرونة الكبير جداً ده هو اللي بيديها مساحة أكبر من الحركة وبيديها مساحة أكبر من التحمل وبيديها مساحة أكبر وأكثر من أنها تعمل مجهود وما يعملش مضاعفات لو هي عندها لياقة بدنية جيدة عالم المخ الأعصاب فيه تكنولوجيا تقدمت جداً دخلت تكنولوجيا ما شاء الله وراء طبعاً عمالها كبار شركات عملاقة بتدعم هذه التكنولوجيا لأنها لقيت أنه أولاً هي بتسيدي البشرية ثانين هي تجارة جبارة مربحة بالمليارات وخصوصاً أن الشركات نجحت في توفير أشياء رائعة جداً المناظير تحديداً تقدمت جداً بتكنولوجيا العصر الحالي أو بتكنولوجيا القرن الواحد والعشر صح؟ ده حقيقة طبعاً وده إحنا طبعاً بنلمسوا في شغلنا هي الموضوع الحقيقة مش تجارة أكتر منه استفادة من العلم بمعنى آخر هذه الشركات لا ننسى الفضل الأكبر اللي حققت هنا لأن مجال جراحة المخ والعصاب والعمود الفقري من أصعب المجالات الجراحية على الإطلاق يعني أصعب عملية ممكن تعملها هي العملية اللي هتتعامل في المخ أو في العمود الفقري وده لي لأن الجهاز العصبي المركزي سواء كان المخ أو الحبل الشوكي العصبي الخلايا التي تفقد فيه لا تعود وبالتالي دايماً عندنا نقطتين مهمين جداً بنقول للبريض ما تستخصرش في نفسك أنك تعمل عمليتك بأحدث التقنيات وبأحدث الوسائل العلمية لأن كل ما هنستخدم تكنولوجيا أكتر دي بتنصب على أن نحن نحافظ على الأنسجة الطبيعية بتاعتك أكتر لما نفقد خلية مش زي لما نفقد مليون خلية حاجة تانية ما تتأخروش يا جماعة لأن كل الجراحات الحديثة فكرتها منصبة على أن المريض ما يتأخرش ما يعودش لحد ما تجيلك مضاعفات ما هو خد بالك من حاجة في مرضى كتير بيبقى عنده انزلاق غضروفي وهو الانزلاق الغضروفي ده له مصار طبيعي بيمشي فيه فيه أغلب الحالات اللي احنا بنبقى قيلين أن فيها عملية بنبقى عارفين أن ده لازم هيحصل أنه يجي يوم يعمل عملية ده الغضروف أهو لما نبص على الفيديو بص المرونة الجميلة دي المرونة العالية بقى كأننا حطين بقى يعني ربما بل آه بزبط ودي المرونة كمان اللي في المفاصل اللي هي يجب أن نحافظ عليها بالرياضة اللي أقل بدنية الجيدة وعدم الممارسات الخطأ سواء كانت الجلوس أو التدخين أو 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 آه هنا بقى لما بيحصل تضخم في الغضروف نتيجة المجهود الزائد ده الجهاز العصب اللي بنتكلم عنه اللي هو شديد الحساسية آه بتالي دايما كابل الرئيس الجراحات الحديثة كلها بتنصب على أنها تحافظ على الأنسجة الطبيعية وبالتالي كانوا زمان يقولك إيه هنعمل للعيان وفيه أساليب كتيرة من متاعة النهاردة ده الغضروف لما بينزلك بيخرج من مكانه دخل كده زي الفتح ده مالوش علاج هيجي يوم ولازم يعمل عملية كل ما عمل العملية بدري كل ما كان أفيد لإن إحنا مش زي الجراحات العادية هندخل نشيل عضم ونعمل ده المنظر دخل إزاي شوف المنظر دخل إزاي أول حاجة فكرنا فيها إن إحنا بنحمل عصب بالآلة بتاعتنا اللي بتعمل عملية يعني حطينا تحمل عصب وبندخل نسحب الغضروف من تحت العصب بدون أن نؤثر على الأنسجة الطبيعية تالي المريض ده مش هنستنى عليه بقى لما يحصل له سقوط في القدم ونقول يلا نعمل العملية ما هيخربت خربت يعني هو فكرة الجراح اللي بيقعد يستنى على العيان لحد آخر لحظة ده هو جراح عارف قدراته كويس جدا وعارف إن العيان هيطلع من تحت ييده عنده شلل فيقول لما يبقى داخل بالشلل أحسن ما أنا أجبهوله دي الفكرة القديمة والفكرة اللي عند الجراحات التقليدية إحنا ما بنفكرش بهذا أبدا جراحاتنا كلها بتنصب على أننا أحمي عياني من المضاعفات أمنع حدوث المضاعفات أرجع العيان بتاعي بسرعة يشتغل واتحرك محرمهوش من أي حاجة كان بيعمل المريض اللي كان رياضي هيرجع يبقى رياضي بس كل حاجة بالعقل يعني هنعمل الرياضة بالتدريج بعد العملية يعني لو أنا أقدر أعمل التدريج ده في أسبوع أقول لك أتفضل كمريض أعمل كل الرياضات اللي أنت عايزها في أسبوع أنا يهمني ناحية التدريج عشان أعمل بناية للعضلات اللي كانت توقفت عن العمل أصلح اللياقة البدنية بالتدريج لأن لو هنجتصلحها مرة واحدة هنبوز حاجات تانية وبالتالي الجراحات الحديثة كلها هي تكنولوجيا بتفيد المريض إحنا بنتكلف كتير جدا لأن أنا النهاردة سفرت من سنتين جبت مناظير الصف اللي فات قطرت أن أنا جيب مناظير تانية لأن نزل جيل جديد زي الموبايلات كده ما أنتو كلكوا عارفين الموبايل آيفون نزل سنة دي بعد ستة شهور بينزل واحد تاني إحنا كمان في الجراحة يعني جراح المخ والعصاب جراح شيك قوي يعني أنا ما بحبش أبدا أستخدم الحاجة كتير الحاجة استخدامتها في العمليات الجراحية لابد أن أنا أجيب جديد على طول واستحدث حاجات حديثة ما عودش أستخدم الآلة أكتر في حاجات كتير جدا بنستخدمها ديسبوزابل يعني إيه تستخدم بتيجي معقامة من برا بالكيس بتاعها استخدمها لعيان واحد دي في الآلات الجراحية مش في الحاجات اللي بتركب وبالتالي بقى عندنا يعني استحداث لحاجات كتير جدا كلها في خدمة المريض هروح لمنطقة مهمة المناظير عندما نسمع الحوار عنها نعتقد أنه ما فيش جراحة تقليدية موجودة دلوقتي خالص ده الاعتقاد الأولان لما نفتح أو لما نقرب شوية بالمنظار والمنظار الإعلامي يعني أو منظار الفهم شوية نلاقي أنه في الكلام هناك حالات ربما المنظار هيبقى مش مناسب ويبقى فيه جراحة تقليدية هي اللي هتتعمل تراداشنال واللي يتقن المنظار هيتقن الجراحة التقليدية أنا عايز حضرتك أحط لنا بقى دلوقتي الخط الفاصل كده ما بيه الحالات اللي ينفحها الجراحة التقليدية واللي مش ينفحها منظار والعكس الحاجات اللي هينفحها منظار وما ينفحهاش لحظة كده عشان زي ما بيقولوا إيه نفض الخناقة بين الفرقين إذا كان فيه خناقة هو ليس هناك أي خناقة ولكن المبدأ بتعفرق تسن أيوة ما فيش حاجة اسمها دي ينفعلها ودي ما ينفعلهاش يا جماعة الجراح الشيك الحديث اللي بيخاف على مريضه اللي عنده أمانة علمية وعنده دقة بيقدر يستخدم المنظار يقدر يستخدم المايكروسكوب يقدر يستخدم الليزر يقدر يستخدم كل تقنيات الجراحة أثناء إجراء العملية أنا دايما بقول العملية دي لوحة جميلة جدا أنا هرسمها بلون واحد أطلاقا ده نهار ساعة أخلط لون على لون ولونين على لون وساعة أدي لون خفيف وأدي لون هو كده الإبداع لا يتوقف على الآلة أو التقنيات الإبداع ده بيجي من العبقريط الجراح نفسه أنت وأنت بتعمل العملية بتاعتك لك الحرية في أن تستخدم ما شئت ولكن هتلي وطلع لي أحسن النتائج ليست تحيوزا للجراحات محدودة التدخل ولا الجراحة البلاحية ولا المناظير ولا المايكروسكوب ولكن ربنا أدك نور زيادة تستخدمه ولا تقعد في الظلمة بالتالي الجراح قبل ما يبقى جراح ويمسك المنظر بإيده لا بد أن يكون جراح ماهر من الطراز الأول لأن العملية بالمنظر أصعب على الجراح بكثير جداً من الجراحة العادية لكن لمصلحة المريض لكن لمصلحة المريض وهي أكثر دقة وبتاخد مجهود وعايزة تدريب عالي جداً وأكثر تكلفة وأكثر تكلفة بمراحل إذن نحفظ كده كلنا محدودة التدخل معناها محدودة التأثير السلبي على الأنسجة محدودة التخبيط والتكسير والإدرار بالأنسجة المحيطة حول الهدف اللي أنت دخله مش محدودة النتائج بالعكس ده هي واسعة النتائج دي مهمة جداً طيب هي جراحة في النهاية أنا هسأل حدك بقى السؤال بتاع بطنة يعني سؤال نحن البطنة يعني هي جراحة وأي جراحة احنا تعلمنا في الطب في البطنة بالذات كمان إن أي جراحة لها مضاعفات هل الجراحات محدودة التدخل كما هي هي صممت لكي تحد من المضاعفات والحاجة تانية أهم هدفين لها إنها ترجع المريض طبيعي بأسرع ما يكون استفادت أورام المخ جداً بالجراحة الملحية طبعاً من أكثر الجراحة كانت أورام المخ كانت في الأفلام زمانه وحتى في الواقع يقولك أورام في المخ يا نهار اسوي ده موضوع كبير وبتالي بأتي أورام المخ وفي بينا كونيكشن يعني أنا بشرف جداً أنا أشرفت هالحالات بطنية أنت قمت بالجراحة الملحية للغدة النخامية فيها وكانت اللي عندها مشاكل في الغدد طبعاً فبيبقى الكونيكشن ما بين الغدد وما بين الجراحة في الحالة دي والماشاء الله الحالات بتبقى رائعة جداً هي أكثر طبعاً حاجة استفادت لأن الجمجمة ده بوكس مقفول عشان تدخل فيه الخريطة الجغرافية بتاعت المخ صعبة جداً لما يبقى عندك وسيلة بتدمج لك الخريطة الجغرافية بتاعت المريض بتاعك على الأشعة على صورة المنظار والمايكروسكوب ده حاجة جميلة جداً لأن احنا كمان كلنا خريطتنا الجغرافية بتختلف التركيب التشريحي بتاعت كل أحد فينا إلى حد ما مختلف عن الآخر في بعض التفاصيل الدقيقة وإنت لما بتبقى بتشيل ورم من الغدى النخمية وده مكان شديد الحساسية عندك أعصاب العين عندك الأوعية الدموية الرئيسية عندك أنسجة حيوية جداً عندك الغدى النخمية ذاتها وما فوق الغدى النخمية وما فوق المهاد حاجات مهمة جداً لما بتستخدم تقنيات الجراحة الملاحية مع المنظار أنت داخل عارف أنت داخل فين هتشيل الورم عندما تنتهي من شيل الورم هيبلك أن أنت شيلت الورم بالكامل وبالتالي ليس هناك أي مجال للخطأ وبالتالي بتقدر ترجع المريض بعض قرية شديدة لما هو قريب من الطبيعة لرب نعم في المنطقة الخطرة جداً للغدروف العنقي بيتخاف جداً من أن الغدروف العنقي في منطقة لا ترحم منطقة الإصابة فيها أو المنطقة الإصابة فيها الخاطئة تساوي شلال رباعي هذا شيء لازم نحفظه الغدروف العنقي خطير فالجراحة الملاحية والجراحات محدودة بتدخل قمتها إيه في الغدروف العنقي؟ بس من ألطف وأحلى العمليات اللي بحب أعملها عمليات الغدروف العنقي بكل أنواعها حتى المريض اللي عنده شلال رباعي وجاي هنعمل له عمليات الغدروف العنقي أو تسبيت كسر في الفقرات العنقية لأن وجود التقنيات دي معاك في قط العمليات بيخلي العملية اللي بتاخد ست ساعات أنت هتخلصها في أقل من ساعة حاجة تانية والأهم أنك أنت هنا الحبل الشوك الرئيسي أنت شايف أنت فيه وعارف بالتفصيل الممل كل معالمك هنا اللي أصفر ده الحبل الشوك العصبي وده الغدروف ضغط على الحبل الشوك العصبي ضغط مباشر لما هندخل بالطريقة محدودة التدخل إحنا ما ندخل من فاتحة صغيرة جدا جدا ما بتحتاجش تعمل فيها غرز بعد العملية شكلها ما بيبانش بعد كده والأهم من هذا كله إنك لا بتنقل دم من المريض بقى ولا بتعود المريض ده تلبسه رقبة بعد العملية وتقول له ممنوع يتحرك زي ما احنا عرضين وزي ما احنا شايفين كده الفتحات صغيرة جدا ما فيش فيها غرز وبالتالي المريض ده ما تشلوش عضم من العضم الطبيعي بتاعه هشلنا المشكلة اللي كانت الغدروف اللي كان عامل المشكلة حطينا دعامة تمسك الفقرات وترجع المسافة ما بين الفقرات للوضع الطبيعي المريض ده هطلع يتحرك عادي خالص اصلي يا دكتور اصلي اوطي اوطي الف رقبتي الف رقبتي تب انا مش محتاج قلبس رقبة ما انتاش محتاج تلبس رقبة والاجمل من ذلك انك انت كمان لو جاي في وقت مبكر انت لن تحتاج الى اي علاج تاني بعد العملية هتقدر تمارس كل انشطتك وترجع للياخرق المدنية فيه ثلاث عوالم اشتركوا مع بعض او تدخلوا بشكل رائع جدا العالم الاول عالم المناظير بدقتها والتكنولوجيا والاضاءة والمناظير فيها تفاصيل كتيرة خاصة بالعدسات خاصة بالمرونة بالحجم زي ان انا هدخل لغاية فين المناظير جنبها بقى عالم اخر وعالم الجراحة الملاحية باشعاتها باجس الاشعات ودقتها والتقدم فيها ثم العالم التالت العالم المهم مهارة الجراحة المصري المتخصصة اللي في الاخر كل ده عبارة عن ادوات ازاي الثلاث عوالم دول مع بعض مفيش حاجة فيهم تظلم التانية للمهارة تظلم ويقول انا مش محتاج الحاجات دي كلها ده لعب عيال ولا الحاجات دي كلها هي اللي تبقى مسيطرة واقول انا مش مهم المهارة الكلام ده بيقول بابا وماما انا بتكلم بقى ايه لغة السوق الحقيقة مفيش حد ممكن يتكلم ويقول بابا وماما احسن من الانسان اللي ربنا عمله مفيش حد هيستبدل ابدا الجراح الماهر الشاطر الزاكي جدا اللي بيطوع كل هزي الاساليب لخدمة قضية واحدة هي قضيته في الاول وفي الاخر لان المريض ده اغلى حاجة عندنا ان احنا نحصل على نتيجة عالية الدقة نحصل على وقت قصير نحصل على منيما الانفيزيف احنا ما بنخليش العيان ده يتنقله دمه ويتعرض لمشاكل نقل الدم ولا يروح الرعاية المركزة ولا يلبس وسائل مساعدة زي الحزام والرقبة ولا الكلام ده كله وبالتالي الجراح الشاطر شطرته بتنصب على تطويعه لهذه الادوات والاساليب ازاي يقدر يستخدم الاساليب ده كلها مجتمعة مع بعضها ويخلق يعمل منهم لوحة جميلة ده كده احنا داخلين الأشعة بتصور جوه قط العمليات وده بيبقى مع المناظير مع المايكروسكوب مع الجراحة الملاحية بستخدم أكثر من وسيلة لاني عايز الدقة مضاعفة مش دقة مش بنشوف من زاوية واحدة ما بنبصش من 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 زاوية واحدة أو صورة واحدة لا ده احنا بنبص سلاسي ورباعي الابعاد وبالتالي ده هيخدمنا ان احنا هنحافظ على العصب بتاع المريض هنحافظ على الفقرات بتاعت المريض هندخل نعمل تثبيت للفقرة ما بقاش عندنا مشكلة ان المصمار يدخل جوه مجرى العصب او يدخل جوه الحبل الشوكي فيش الكلام او ان المصمار يدخل ما يسبتش الفقرة او ان المصمار يدخل وما يعدلش التزحصح اللي موجود كلام ده غير وارد لان ما بعتمدش على المهارة فقط وما ببقاش من الغرور ودي اهم حاجة دايما ربنا سبحانه وتعالى كل ما داك وسائل هتساعدك انت بتستخدمها لان انت لما يبقى معاك اضاءة واتنين ويبقى معاك غير الاضاءة يبقى معاك خريطة ويبقى معاك امر صناعي ويبقى معاك ومعاك 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 انت محتاج كل الوسائل دي والشطارة انك تقدر تدمجها وتطوعها في خدمة البريض تعالوا نشوف الشارع هيسأل ويلي هل العلاجات الشعبية الخاطئة زي الحجامة او تدخيل الخيوط او ابر في العمود الفقري بتأثر عليه بشكل سلبي بعد كده ايه ما ده خطورتها ده سؤال مهم وسؤالي يدل على الثقافة وسؤالي يدل على اللي احنا نجحنا بشكل كبير احنا نوصل حاجة للناس هي قالت الاساليب الخاطئة بس عايز تفهم اكتر اخطر حاجة في هذي الاساليب انها بتنصب على انها تشيل الالم فقط لغير دون تصحيح الخطأ اللي عند المريض ربنا جعل لنا دايما المرض يظهر له علامات هذي العلامات بتقول لنا يا جماعة في حاجة خطأ هذي هذا الخطأ انما صح نعوش النهاردة هيجي بعد شهر بعد سنة بعد عشرة هيسبب لنا مشكلة كبيرة جدا وبالتالي لما مريضي بقى عنده انزلاق غدروفي وانا كل همي ان انا اشيل الالم بس والمريض عمال يحصل له ضمور عمال يحصل له تاكل في العصاب تاكل في الحبل الشوكي ضمور في العضلات شلل نقدر الله يبقى انا ضريط المريض انا عامل زي اللي عندي جرز انزار بيقول اني في حريقة وكل همي ان انا اجري اطفج جرز ما طفيش الحريقة هو كده النهار ده هذه الاساليب عبها القاتل انها تنصب على العلاج الظاهري مش حتى علاج تحفظي ده علاج ظاهري لمبة منورة حمرة بتقول في حريقة وجرز بيرن بيقول في حريقة جري كل همي ان انا اطفج ده والحريقة عملت شغالة مشتعلة يبقى دي خطيرة جدا الحاجة التانية انها بتدي مبرر للتراخ والتكاسل عند المرضى والخوف الاكثر بترعبه اكتر حاجة الاهم من ذلك كم مريض احنا عملناه واعتقد ان احنا جبنا في هذا البرنامج منذ سنوات مريض كان حد بعصايا عمله عملية وعمله شلال نصفي نتيجة استخدام العصايا باستخدام خطأ الغضروف ما كانش ينفع معاه ده وعملنا له العملية وطلع وقال الكلام ده في البرنامج عشان يقول للناس يا جماعة ما تديش ما هو بالعقل كده هو واحد ليس لديه اي علم هيوازي حد خد دكتوراه من برة ده انا بقول للمرضى لو احنا نملك وسيلة نتعلمها هتفيدك لو نعرف ان السحر هيفيدك هنتعلمه عشانك ما انت 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 امانة في ايدينا وانت شغلتنا وانت مش بس شغلتنا متعتنا ان احنا نعالج وندي العلاج ونساعد الناس دي بتبقى يعني اعتقد ان الطبيب اللي عنده الملكة دي او اللي عنده الشعور ده عمره ما هيبقى فاشل الحقيقة دائما بتبهرنا ودائما بنساعد بهذا اللقاء الممتع جدا ضيفة العزيزة القيمة الجراحية المتميزة بلسس دكتوريوس الحميل ننورتنا دكتوريوس شكرا جدا الحقيقة استبدعنا جدا مع الدكتور